طيب بسم الله الرحمن الرحيم الطيب ومن الشباب الكان عندهم نجازات وهم يعني لسه في المرحلة الجامعية سيكلمنا أكتر عن الكتاب بتاعه اللي هو الجاك نيرو ساينس نيرو ساينس فيتفضل دكتور أحمد كلنا مطلعين لنسمع مننا ونرحب بالجميع المبيوتين هنا برضو في الجلسة لو كنت ترينغي سهار ممكن فأقدوا الجلسة محسوسة عبر مجموعة الباحثين السودانية في الفيسبوك فضل دكتور أحمد طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتور أحمد عادل الحاج أجاك خريج كلية الطيب جامعة النيلين حاليا أعمل في وزارة الصحة ولاية الخرطوم كطبيب امتياز بدأنا من شهر ثلاثة الماضي يعني تقريبا من بداية دخول الكورونا لسودان مهتم بالعلوم العصبية بشكل عام عندي كتاب في العلوم العصبية كتاب صغير أو بمصطلح اللي هو الجاكت اللي هو الكتور نوت حاليا المحاضرة بتاعت الليلة دي إن شاء الله حنتكلم عن واحد من المواضيع اللي كان ناقشناها في الإيفنت السابع اللي هو كان في جامعة النيلين كان تم في شهر ثمانية أو تسعة ما متذكر من سنة 2018 يعني قبل الثورة بحوالي ثلاثة شهور كده كان الإيفنت فهس إذا حيكون ما حقدر أقول تكرار لأنه في كمية من المواضيع والحاجات الجديدة للظريفة فيه لكن مبني بالأساس على المواضيع بتاعت الإيفنت ليه الفائدة العامة بإذن الله تعالى فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طيب هل البرزنتيشن واضح يا دكتور واضح تمام تمام فحنبدأ الليل إن شاء الله بالموضوع بتاعنا اللي هو سليب in neuroscience from basics to clinical practice حنتكلم عن النوم في العلومة العصبية من البيزيك والمواضيع الأساسية in the basic neurosciences لحد الدفرنت clinical aspects of sleep فسليب إذا نحنا جينا نتكلم عنه بشكل عام حنلاقي أنه في جزء مكتم بالعلومة العصبية بتكلمه عن الاسليب بطريقة معينة حنلاقي الشعراء والفلاسفة بتكلمه عنه بطريقة معينة حنلاقي أنه حتى في الأديان بتتكلم عن النوم برضو بطريقة مختلفة لأنه النوم يعتبر من أهم العمليات اللي بيقوم بيها الإنسان بشكل خاص وجميع الكائنات الحية بشكل عام فتقريبا كل الكائنات الحية اللي بتنتمي للمملكة الحيوانات وفي بعض الناس بيقولوا حتى مملكة النبات عندها بعض المملكة الحيوانية فكل المملكة الحيوانية بما فيها الإنسان عندها درجات مختلفة أو أنواع مختلفة من النوم النوم ده حاجة مهمة جدا بدليل أنه عند الإنسان الطبيعي بيشغل ما بين الربع إلى تلت ساعات اليوم ده عند الإنسان الطبيعي اللي بياخد كفايته من النوم بياخد ما بين الربع إلى التلت فده معناها زمن مقدر وزمن مهم جدا قاعد يمشي في النوم فحنعرف هسي النوم هو عشنه الأهمية بتاعته وكمية بتاعته وكمية من المعلومات الجميلة جدا بإذن الله تعالى بمجرد ما نبدأ حنلاقي أنه زي ما قلنا كل الكائنات الحية اللي بتنتمي للمملكة الحيوانات عندها نوم وعندنا ديفرنت سليب بيهيفيورز وعندنا ديفرنت سليب ستايلز يعني تقريبا إذا أي واحد فيكم عنده كديسة في البيت سيلاحظ أنه الكديس عموما بتكون صاحب الليل وبتعمل غلبة بتعمل صوت ويزعاج وما إلى ذلك والشكل والكلام ده كله وبالنهار بتكون متمدد اليوم كله فدي واحدة من السليب ستايلز وحنعرفها هسي ما نجي نتكلم في السليب ستايلز الأهم بالنسبة لنا هو نوم الكائن الحيدة اللي هو الإنسان الإنسان النوم بتاعه مهم جدا في دراستنا للعلوم العصبية المختلفة سواء كانت البيزيك بنحاول أنه نفهم كيف الإنسان بنوم أو النوم والبروستيز اللي بتحصل خلال النوم وكيفية الانيشييشن وكيف تومينتين السليب وبنلاحظ الحاجات الميتابوليك الحاجات اللي هي الاستقلابية والعمليات اللي بتحصل في جسم الإنسان خلال النوم وكمان برضو مهم للكلينيشن لأنه في كمية من الناس بتجي في العيادات وفي الكلينيكال براكتس بتشتكي من مشاكل في النوم فديوا واحدة برضو من الحاجات المهمة طبعا الآن الصورة على أي حال عجبتني كده لأنه لقيت واحد نايم على على الاستقلاب أنا ما قادر أتخيل صراحة كيف واحد ممكن ينوم في الوضعية دي لكن حنجي نناقش مع بعض بس بعد شوية الـ different sleeping styles وأنه كيف ممكن الإجهاد يخلي الواحد ينوم بأي طريقة ممكنة فحنبدأ باختباس كده بسيط من الشاعر الإنجليزي جون دون اللي هي بتكلم عن أنه من هف كنسيف التوفال يوس التوفال إنه تتكلم عن أنه النوم وأن الجنس البشري ممكن يكون لقى فايدتين من النوم في الوقت الحالي الفايدة الأولى هي الإحساس الـ refreshing أو الانتعاش اللي بيحصل في الجسم خلال الحياة دي بالإضافة لأنه الـ preparing بتاع الإنسان لما بعد الموت محصل شلو أنه فترة أو حياة البرزخ ممكن يكون فيها نوم قدر شلو فهذه من الإقتباسات اللي قالها جون دون برضو لو جينا هنا الصوتين دي الـ very interesting بالمناسبة دي بتوضح الأثر بتاع الـ الإسليب في المجتمعات البشرية من زمان فحال إذا مسكنا الصورة على اليسار اللي هي الصورة دي بتمثل الـ اللي هما بيقال من آلهات الإغريق أو حاجة بالشكل ده مرسومة سنة 1822 بجيرومي مارتين لانجلوي فبيتكلم فيها برضو عن أنه ديانا وهي جاية لـ وهو نايم بحيث أنها بتحاول لأنها حبته بتحاول أنها تغريه في نومه الصورة التانية برضو بواسطة فرانسيسكو جويا سنة 1799 فيها كود جميلة جداً لو لاحظتوها في الصورة على الركن اليسار التحت اللي هي بيقول أنه The sleep of reason produces monsters فنوم المنطق في أي وقت من اللوقات إذا بيقى ما في منطق لأي سبب من الأسباب بينتج وحوش ودي ممكن نلاحظه في أي حتة أو في عند أي زول إذا بيقى ما عنده منطق فبالتالي بيكون وحش في تعامل ووحش في التصرفات وكده فدي من برأي الشخصي من الصور المعبرة جداً فحنبدأ بأنه What is sleep? والسؤال ده كان يعني سألته في الـ event بتاع النيلين جعتني كمية من الإجابات الجميلة وكمية من الإجابات الغريبة العامل المشترك أنه بين كل الإجابات دي أنه نحنا كلنا بننوم لكن في نفس الوقت ما في واحد جدر الديني إجابة سابطة أو إجابة ممكن تكون الأقرب للصواب في الحتة دي مع أنه كانت الاتحادات مقدرة جداً مع أنه كلنا نحنا بننوم لكن إلى الآن نحنا ما فاهمين أنه what is sleep فإذا عرفناه بـ behaviorally كده It is the unconsciousness that can be aroused أو can be ended by arousal by sensory stimuli لما تجد صحي واحد يحد يقول له يافلان قوم اللي هي دي sensory stimulus اللي هي عبارة عن auditory stimulus أنك بتنادي الزول فبالتالي ده stimulus أو محفظ صوتي عشان يصحى أو ممكن تقوم تخد يدك علىه وتقعد تهزه عشان يقوم وبالتالي ده يعتبر tactile stimulus فهذه كلها sensory stimuli that end the state without sleep اللي هي عبارة عن unconsciousness فترة كده من اللاوعي تمام؟ ده تعريف يعتبر بسيط جداً جداً في تعريفات تانية حنادي نشوف أنه behaviorally it is the normal normal suspension of consciousness اللي هي لأنه عندنا the abnormal suspension of consciousness اللي هو عبارة عن الفينتين الكومة الإغماء أو الغيبوبة أو الحاجات الزلية تعتبر abnormal suspension of consciousness نما نجي نتكلم عن إلكترو فيزيولوجيكلي والتعريف بتاع النيرو سينسيز عموماً فهنا السليب هو عبارة عن specific EEG waves specific EEG waves وما بتكون موجودة في أي وقت تاني أو specific brain waves عفواً طيب إذا جينا ليه الimportance of sleep والأهمية بتاعت السليب بتكمن في شنو تحديداً فعندنا إنه السليب is very important for survival very important for survival ليه لأنه بلاقي بعض الكائنات الحية حتى الإنسان إذا السليب تتحديد لتحديد من الموقع تحديد من الموقع طبعاً تختلف تقديرها حسب الحالة وحسب الإنسان يمكن أن تحديد إلى الموت فمثلاً عندنا الراتس حسب التجارب بتاعاتها ما بتتعدد ثلاثة إلى أربع أيام من غير السليب بتخش طوالي في مشاكل في فاتل كونسيكنسيز من غير السليب ما بيكون في أي بقاء على قيد الحياة برضو عندنا حاجة مهمة أنه بيحصل للبراين غلايكوجين والبراين عموماً أو الدماغ عنده حاجة يسمى غلايكوجين اللي هي نوع من أنواع السكر اللي بيكون في هيئة تخزينية بيتخزن في العضلات بيتخزن في الدماغ عفواً وبيتخزن بيتخزن في الكبد برضو ف أثناء اليوم الدماغ بيكون بيستهلك في الجلايكوجين ده محتاد لفترة من الراحة عشان يعوض المخازن بتاعة الجلايكوجين الموجودة داخل الدماغ فدي واحدة برضو من أهم الحاجات نحن بالنوم عشانا برضو عندنا برضو عندنا برضو عندنا برضو الموضوع بتاع الموضوع بتاع موضوع طبق كبير جدا وانترستن جدا لكن تلاقي أنه المهام الإدراكية للإنسان لازم الواحد يكون بيلقى ساعات نوم مناسبة عشان يقدر يحافظ عليها وفي نفس الوقت يقدر يخزن أو يعمل التصلب بتاع الذكريات المأخوزة خلال اليوم فدي واحدة برضو من الحاجات النوم مهم فيها جدا جدا في تجربة صراحة مهمة ممكن نقولها اللي هي برضو تمت على بعض القوارض الليقوا أنه القوارض بيخطوها في متاهة فالمتاهة دي بحالس أنه يحفظوها عشان يقدر يطلعوا تمام؟ بعد ما يطلعوا من المتاهة دي ويكونوا حفظوها عندما نمشوا على الرودنز دي ترقوا التنوم بيشوفوا الاي اي جي والبراين ويف كريتيريا بتاعاتهم حيلاقوا أنه في حتة في البراين اسمها الهيبو كامبس الهيبو كامبس مسؤولة من الهيبو كامبس مسؤولة من الهيبو كامبس بيلاقوا أنها بيحصل ليها فايرين زي نم من كانت صاحية وتمشي أثناء المتاهة يعني زي البتحاكي نفس الفترة اللي كانت فيها جوة المتاهة خلال النوم وليقوا أنه الحاجة دي عندها علاقة مباشرة مع حفظ المتاهة وبالتالي نم من عملوا دمج للهيبو كامبس ليقوا أنه الرودنز دي ما قدرت تحفظ المتاهة دي فعشان كده النوم مهم جدا في الموضوع بتاع الحفظ وكده طبعا دي ممكن تكون ملاحظة مهمة للإخوة الطلاب لسه في المدارس والجامعات واحد بيكون في فترة بتاعت الامتحانات يقول لك أنا ما بنوم وحاقعد أساهر الليل كله والكلام ده كله باي ساينس الكلام ده غلط يعني مفروض الواحد بالذات قبل الامتحان وكده ينوم وياخد فترة كافية لدى من النوم حتى نقدر يحفظ بشكل مناسب عندنا كمية بتاعت برضو اخرى بتاعت السليب يعني يليقوا أنه عندها متابوليك فونكشن بتساهم في التنظيم بتاع الهرمونات المختلفة خلال الدسم برضو لقوا أنه والإميون سيستم بتأثر بالنوم في حالة أنه حصلت أي مشكلة في النوم بالتالي الإميون سيكون يعني حيكون الدهاز المناعي تعبان بأي سبب إذا حصلت مشكلة في النوم فدي كلها اهمبورتنس أوف سليب ودجز وده غيض من فيض يعني لسه في كلام كثير ولسه العلم بيتقدم وما بقي في الحتة دي دائركم تلاحظوا هنا معاكم للغراف ده الغراف موجود في كتاب بيرفيس نيورو ساينسيس حنلاقي أنه خلال اليوم خلال الـ 24 ساعة بتاعت اليوم عندنا فترات معينة الواحد بيحصل فيه تغييرات إذا بدأنا من الساعة صفر حنلاقي أنه الحرارة نفسها بتتراوح ما بين الـ 36 لـ 37 في الوضع العادي وبعد يوم بتبدأ تنزل في وقت النوم تحديدا بتبدأ تنخفض الحرارة بعد ذاك تاني بتبدأ تزيد مع الاستيقاظ وكده كويس ده في الجزء الأول من الغراف الجزء الثاني من الغراف فيه المجرمنت بتاع الـ growth hormone أو الهرمون بتاع النمو مهم جدا للأطفال طبعا وحتى عند الناس الكبار ورضو مهم لأنه نقصه ممكن يعمل بعض المشاكل فلاقوا أنه الـ growth hormone في الفترة بتاع النوم بتزيد بيحصل فيها في الساعات الأولى من النوم فبتصل إلى 15 نانو جرام بر مليليتر بعد ذاك حتى تنزل في باقي ساعات النوم وباقي الساعات بتاع اليوم في الجزء الثالث هنلاقي الهرمون الاسمه الكورتيزول الكورتيزول ده واحد من الاستيرويد هرمون اللي بتطلع من الأدرينا الجلاند وهو مهم جدا كهرمون بتاع توتر فهو بيحفز الجسم للاستعداد لضغوطات اليوم عموما ومهم جدا في الحتة دي وعنده بعض الـ immune functions عنده بعض الأسارة المناعية فليقوا أنه خلال النوم بالزاة الساعات الأولى من النوم بنقص تماما بنزل لقريب الصفر قريب صفر ميكرو جرام بر هندر مليليتر بعد ذاك بيبدأ يزيد شوية شوية خلال اليوم لحد ما يصل بعد ذاك عدد الساعات بتاع الصباح بيكون أعلى دايما في ساعات الصباح الأولى ده الهرمون الكورتيزولة والاسترس هرمون زي ما بقولوا لهم دا لكم بتشوفوا برضو الغراف التاني برضو موجود في بيرفس هنا بالناقشة النوم خلال الـ different ages في الأعمار المختلفة فلما نجي من الـ conception اللي هي الفترة بتاعت الإخصاب باللاحظ أنه الفترة دي بيكون تقريبا الإنسان فيها نايم طوالي أثناء ملحم الماشي بيكون معظم الوقت نايم لكن مع صحيان في بعض الأوقات لما انتجي الولادة في البيرتنا حنلاقي أنه الإنسان بينوم حوالي 16 ساعة في اليوم ده أول ما تحصل الولادة فلاقي الشفع المولودين حديثا يعني هو بنوم حوالي 16 ساعة في اليوم وبصح حوالي 8 ساعات في اليوم بعد ذاك شوية شوية مع العمر النوم حيدي يقل بحصل حوالي 10 ساعات أو 12 ساعة في أول سنة من العمر بعد ذاك من أول سنة لحد 10 سنين من العمر حيبدأ ينقص لحد 9 ساعات تقريبا وبعد ذاك حيحصل 8 ساعات فتقريبا المتوسط بتاع النوم الطبيعي السليم هو 8 ساعات لحد الوفا ده برضو من الجرافيس الموجودة في كتاب بيرفوس نيورو ساعة عندنا نترسين طبيق كده اللي هو السليب ستائل السليب ستائل السليب ستائل السليب ستائل السليب ستائل السليب ستائل لأنه حنلاقي في اختلافات كبيرة مع أنه النهائن أقصد هي نفسها بتاعة الإنسان والحيوان بعض الناس أو بعض الناس تتطير الهرمون وتحديداً برضو من أهم الأسباب اللي بيكون فيها الفود أو الفود بيهيفير وكيف الحيوان بيلقى الأكل بتاعه فعموماً كده الإنسان والحيوانات المفترسة اللي قاعدة في الفود بيراميد على هرم السلسلة الغذائية بتنوم في الوقت اللي هي عايزة ده بشكل عام طبعاً مع بعض الاستثناءات وكده لكن ده بشكل عام ليه لأنه ما في خطر معين مهدد لحياتها فبالتالي هي بتقدر تنوم في الوقت اللي هي حباه من غير أي مشاكل الحاجة التانية أنه عموماً برضو الحيوانات اللي بيتم افتراسة الحيوانات اللي بتكون تحت في السلسلة الغذائية بتنوم نوم متقطع والنوم المتقطع ده بيكون لفترة بتاع دقائق يعني حتى ما لفترة طويلة وبيزيد كل ما الحيوان كان حجمه كبير وحركته صعبة يعني على السبيل المثال من من الإسليب ستيز اللي هو النام بتاع الزرافة النزرافة بتنوم خلال اليوم كله تسع دقائق بس في التسع دقائق دي بتنوم ثلاثة دقائق بعد ذاك بتصحة تاني بعد فترة نوم ثلاثة دقائق تصحة تاني بتنوم ثلاثة دقائق ده كده النوم بتاعه بالنسبة لها كافي جداً ليلا أنه كان لما فيها أسد أو لما فيها أي حيوان مفترس مسافته تصحى وتتحرك والكلام ده بتكون خلاص يعني بيزيك لح تكون الجازة فتا فهدي من السليب ستاعد بتاعت أن أليمن عندنا برضو من الانترستين أنيملز اللي هي الدولفين الدولفين وبرضو الأسيل زو الفقمات بعضا وعاما كلها فالدولفين بنوم ما بنوم تماما يعني ما بيكون عنده full loss of consciousness بنوم نص مخ وبيخلي النص الثاني شغال لنص فترة اليوم بعد ذلك بيقوم يعكس بنوم النص الثاني اللي كان صحي وبيصحي النص اللي كان نايم لحد ما الفترة بتاعتنا متخلص حتى بعد ذلك يقوم الصحصح ويواصل حياته عادي ليه الحاجة دي الحاجة دي مهمة جدا بالنسبة له لأنه زي ما بتكونوا عارفين الدولفين صح هو بيسبح في البحر لكنه في النهاية من السذيات فهو بتنفس الهوى ما بيأخذ الأكسجين من الموية فبالتالي لازم يطلع كل فترة يمشي يغير الهوى ويتنفس ويجرع جدا تاني دي فدي واحدة من الحاجات المهمة وبرضو بالنضافة لأنه الدولفين في حب نفسه معرض لخطر الافتراس من بعض أنواع الحيطان وبعض أنواع القرش السيزة والفقمات برضو عندها الحاجة دي مع أنها هي مفترسة لكن في بعض الأحيان ممكن تفترس فدي برضو من وبرضو اتكلمنا طبعا هس في بداية المحاضرة عن الكدائس عموما أو القطط باللاجة أنها بتكون صاحية بالليل لأنه الفرايس عموما من حاجاتها بتكون بالليل فبالتالي بتصحى بالليل عشان تحاول تستعد أو تلقلها حاجة تأكلها وبالنهار بتكون متمددة نايمة فدي برضو من النماذج بتاعة السليب ستايلين أنيملز بكده نجي ليه الطبك التاني خلال المحاضرة دي اللي هو السيركاديان ريدم والسيركاديان ريدم ده من المواضيع المهمة لأنه بيحدد الشكل بتاعه اليوم بيكون عامل كيف والسيركاديان ريدم ده إذا جينا أنه هو السيركاديان سايكل اللي هي عبارة عن دورة اليوم كلمة سيركاديان جاي من الكلمة اللاتينية أو جاي من اللغة اللاتينية اللي هي معناها أو ترجمتها تو حوالي اليوم وده تقريبا الدقة مصطلح أنا أقدر أشوفه من فترة لأنه السيركاديان ريزم بتاعت الإنسان مدتها ما يوم هي فعلا حوالي اليوم لأنها أكتر من اليوم بشوية هنجي هس نشوفها في الجراف الأجاي سيئة 24 ساعة سيئة نشوفوا هنا الجراف ده مرضو موجود في بيرفيس نيرو ساينس الجراف ده معمول لتجربة اتعملت على بعض الناس المتطوعين والتجربة دي بيرفيس نيرو لأنه بتوضح أنه الإنسان عنده الساعة البيولوجية اللي ممكن نقول السيركاديان ريزم هي الساعة البيولوجية بشكل ما فعنده ساعة بيولوجية مهمة جدا والساعة البيولوجية دي متأثرة تأثر شديد بحاجة اسمها الكيوز أو الدلائل الدلائل أو الكيوز دي هشنو؟ هي حاجات بسيطة جدا ممكن أو ممكن الواحد يشوفها بسيطة جدا لكن مهمة خلال اليوم اللي هي من أنه الشمس دي طلعت الصوت بتاع العصافير بتاع الخرد البنادي في الشارع دي كلها اسمها كيوز اللي هي دلائل بتخلي الواحد يتبرمج على أنه ده يأتوكت من أوقات اليوم وبالتالي متين بيكون نايم ومتين بيكون صاحب فعموما كده في الجزو الأول هنا دايلكون تشوفوا هنا في الجزو بتاع ويد كيوز ده لما يكون في كيوز كفاية يعني الواحد ساكن في حتة بيقدر يلقى الشمس أول ما تطلع بيسمع الصوت وبيسمع صوات العربات وبيسمع الطيور والكلام ده كله فبالتالي السيركادي الريزم أو الساعة البيولوجية بتاعته حتكون مزبوطة لال 24 ساعة plus or minus point seven من الساعة point seven من الساعة دي حوالي 40 دقيقة يعني ما حج يلي أكثر من 40 دقيقة في اليوم ككل الجزو البي الأزرق هو الجزو الواحد بيكون صاحي فيه والجزو الأحمر اللي هو الجزو بيكون نايم فيه تمام فحنا لاحظ أنه هنا كده الوقت مضبوط بالنسبة له الإنسان قاموا عملوا التجربة دي لاحظوا أنه بالكيوز تقريبا 24 ساعة plus or minus point seven قاموا عزلوا الناس دي من كل الكيوز يعني ممكن تقول سكنوهم في قبو أو بيزمنت أو حاجة زي دي أو اللي هو يعني حتة ما فيها لا نور شمس ولا فيها أي حاجة ما فيها أي أصوات خارجية معزولة تماماً عن العالم الخارجي حتى ساعة ما فيها يعني عشان واحد يعرف فيها الزمن ما فيه تمام؟ فليقوا شنو أنه الواحد تلقائياً ساعته بدت تتغير يعني بدل ما كان مثلاً ينوم في وقت معين يصحى في وقت معين بطريقة سابتة لا، مثلاً إذا الليل نام في الساعة على سبيل المثال هنا الساعة عشرة بالليل وصحة الساعة ستة هنلاقي أنه هنا بعد شوية بدأ هنا نعم أبدر حبة بعد شوية حيبدأ ينوم متأخر بدل عشرة مثلاً نام حداشر حينوم اتناشر وبدل ما يصحى ستة يصحى سبعة يصحى ثمانية وبالتالي بلاحظ أنه الفيقر ماشي مايل لأنه الدورة أو الساعة البيولوجية حقت اليوم بقت ما مزبوطة على أربعة وعشرين ساعة بقت على ستة وعشرين ساعة بلس أو ماينس بلس أو ماينس بلس أو ماينس فهنلاقي أنه المرة دي نام عشرة بكرة حينوم حداشر بكرة حينوم اتناشر بكرة حينوم واحدة بعداك ثلاثة بعداك خمسة بعداك ستة هنلاقي أنه بيقى ما بينهم في وقت ثابت بالعكس بيقى كل شوية يتقدم في اليوم وحتى الصحيان بيقى شنو بيصحى كل يوم متأخر عن الوقت البعد ليه؟ لأنه ما في أي كيوز أو ما في أي دلائل بتتديه الزمن لما رجعوا سحبوا ليهم أو رجعوا الكيوز دي كلها لقوا أنه بعبدك أنه بتاعهم اتضبط بشكل عادي بيقى الأربعة وعشرين ساعة بلس أو ماينس بوين فايف حوالي نص نص ساعة اليوم اتضبط لكن في النهاية في شفت ما بين قبل التجربة وبعد التجربة يعني إذا كان هنا بنوم عشرة مثلا هنا حيكون بنوم الساعة اثنين لأنه الشفت الحصل بسبب الفترة بتاع التجربة دي فدي من التجارب الانترسينج جدا اللي اتعملت فنجي لي النيورالكروسيس أو العمليات العصبية اللي بتحكم السيركادياريزم أو الساعة البيولوجية عند الإنسان بحصل شنو بالضبط يعني خلال أو في المخ حنلاقي أنه اللي بحصل كالآتي بحصل أنه السيركادياريزم عندها السينكرونيزيش مع دي نايد سايكل اللي هي الدورة بتاعة الصحيان أو دورة بتاعة اليوم والليلة بتحصل عن طريق حاجة مهمة اسمها الفوتو انتريمنت أو اللي هي الربط الضوئي تمام؟ ده الفوتو انتريمنت بتعمل الحاجة دي خلايا مهمة اسمها الريتنال جانجيليون سل أو الRGCs دي موجودة في الريتنا واللي هي الشبكية بتاعة وهي المسؤولة من البروستس بتاعة الفوتو انتريمنت زي ما موظف الناصر بكونوا انتريست في الموضوع بتاع الريتنا والطب وكده بيكونوا عارفين انه الخلايا العصبية المسؤولة من الرؤية اسمها الRhods والكونس تمام؟ لكن الفوتو انتريمنت مسؤولة منه الريتنا الجانجيليون سل ليس لانه عندها حاجة اسمها الميلانوكسين اللي هي صبغة فيها ميلانين اللي اسمها الميلانوكسين الفارق بينه وبين الRhods والكونس الRhods والكونس بحصل فيها Hyperpolarization ونسترك بايلانوكسين يعني نما نيجي النور يضرب فيه الRhods والكونس بحصل فيها الHyperpolarization اللي هي الميكانزم بتاع الaction potential الناس في المجال الطب يكونوا عارفينها كويس بس المجال هنا لا يسعلي ذكرها في الRetinal ganglion cell بحصل العكس بدل الHyperpolarization بحصل Depolarization وبالتالي بحصل فيها Action Potential الصورة دي موجودة في كتابي ممكن تشوفوها الراتينا ممكن تشوفوها العلار سلائر العثور قسم السلائل الواقع وماذا السلائل الواقع التشوفوها الواقع السلائل الأعة الزلجان الزلجان لما نجي نشوف الصورة التانية اللي هي في Pairs Neuroscience برضو هنلاقي انه من الريتنا القانجليون سل النور بعد ما يجي يضرب في الريتنا القانجليون سل اللي هيحصل انه فيه اكشن پوتنشيل حيدي يماشي حيمشي ليه حتة في الهايبوثالمس حتة بتاعت الهايبوثالمس هنا بأي جاي وفي الحتة بتاعت الهايبوثالمس دي تحديدا فيه فوق للأوبتيك كيازم هنلاقي فيه حاجة اسمها سپراكيازماتيك نيوكلياس اللي هي مجموعة من الخلايا العصبية قاعدة فوق الأوبتيك كيازم وشان كده سموها السپراكيازماتيك نيوكلياس وعندنا برضو خلايا تانية او مجموعة تانية اسمها Paraventricular Nucleus لأنها قاعدة جنب الbrain ventricles تمام؟ بحصل فيها الـ Action Potential من الـ Action Potential ده بيقوم ينزل لحد النخاع الشوكي الحتة بتاعت الـ Spinal Cord بيضع في الـ Upper Cervical Region اللي هي الحتة بتاعت الـ Sympathetic Nervous System ميدي بعد ذاك للـ Superior Cervical Ganglion اللي هو يعني بيحصل Activation للـ Sympathetic Nervous System بيطلع signals اللي تمشي بعد ذاك للـ Penial Gland او الغدة الصنوبرية زي ما بيقولوا عليها عشان تطلع هورمون او توقف هورمون اسمه الميلاتونين الميلاتونين هو الهورمون المنظم للنوم لما يكون في نور الإفراز بتاعه بيقل لما يكون ما في نور الإفراز بتاعه بيزيد عن طريق الـ Sympathetic Nervous System بيحصل Inhibition أو Suppression لالـ Penial Gland وبالتالي ما بيطلع الـ هورمون الميلاتونين إذا دين نشوف الميلاتونين production throughout the day برضو الغراف في Pervis Neuroscience هنلاقي أنه السيكريشن بتاعه تقريبا بيبدأ يزيد في الساعة من الساعة تمانية ميسا من الساعة تمانية ميسا هيبدأ الليفلز بتاعة الميلاتونين تزيد بتبدأ تكون حوالي حوالي الخمسة عشر بيكو جرام بير ميل الساعة عشر بالليل ستكون حوالي العشرين الساعة عشر بالليل حوالي الأربعين بيكو جرام بير ميل البيك أو الزروة بتكون ما بين الساعة اثنين صباحا والساعة أربعة صباحا دي هي وقت الزروة وده أعلى وقت بيكون فيه الهورمون الميلاتونين بعد ذاك هيبدأ ينزل خلال اليوم أقل وقت هو تقريبا حوالي الساعة عشر ظهر ده أقل وقت فيه الميلاتونين فبلاقي عنه يعني من الصعب جدا أنه الواحد ينوم بعد الساعة أربعة صباحا إلا لو كان متعود ولا بيزيك اللي كان عنده حاجة تخليل الساعة أربعة صباحا لكن دي هي الفترة العادة لإنسان نومه مضبوط ما بيقدر يتجاوز دي هي ما بين الساعة اثنين صباحا لحب دي الساعة أربعة صباحا نعم 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 بيحصل فيها كمية بتاعة سيمتمس كده منها سليبي ناس بتلاقي انه الواحد ناسان كم يوم كده لي قدام بيحصل فيها برضو مرات احساس بتاع كولت او وورنف اللي هي احساس بتاع برودة او حرارة غير متناسب مع الجو يعني بشكل غير متناسب مع الجو لانه الجسيم بيكون ما قادر يزبط ضرقة الحرارة المختلفة ما بين النهار والليل برضو بيحصل فيها جوع في اوقات ما متعود عليها الانسان لانه برضو الواحد متعود بيكون بيأكل في ساعات معينة فبالتالي اختلاف التوقيت ده بيخليه ما قادر يتأقلم مع الحاجة دي برضو فيها الواحدة من الحاجات الانترسينجة اللي هي الحاجة اسمها الموندي مورنين بلوز دي طبعا عند الخواجات الموندي لانه هو الاول يوم في الاسبوع نحنا ممكن نقول عليه الصندي مورنين بلوز لانه نحنا بنبدأ يوم اللحظ لو لاحظتوا طبعا الاحد على ايام الدوام والواحد يمشي الشغل وكده دايما يوم الاحد اصعب يوم في الاسبوع الصحيان بتاعه بيكون مزعيد وكده لانك بتكون نهاية الاسبوع نهاية ساعات اطول وكده فبتحصل الحاجة دي زاتا مع السفر لانه برضو ديستير بس بتاع السيركاديان بريزم من البرسون الالكسبرينس بتاعتي لانه التجربة الشخصية اللي انا دربتها كان مشيطة لصين السنة الفاتت رحلة حوالي تلتاشر ساعة وصلنا يعني ان احنا سافرت او مشيطة الطيارة تقريبا بالليل كان ساعة سبعة ولا تمانية بالليل وصلت هناك الساعة ثلاث عصر ومنا نايم طبعا ومواصل وكلام ذا كله فنما نوصلنا وبعد ذاك لاجائنا الناس والكلام ذا كله وللاحضوا بعد ذاك أخذ راحت وآكل وكده رجدت نومت حوالي الساعة تسعة بتوقيت هناك الساعة واحدة صباحا انا صاحب صاحب يعني صاحب امركز ويعني ما داير نوم وخلاص يعني كده زي اليوم يبدأ يعني مع ان الساعة واحدة صباحا صباحاً وأنا اليوم القبل ما نايم ونايم أربعة ساعات ليه؟ دي تعتبر من المانفستيشن بتاعة الجيتلاك وحتى كمية من الناس كانوا معاي في الكورس ذاك برضو قالوا نفس الكلام بحيث انهم كانوا مسافرين فبرضو صحوا في مصد الليل وخلاص بيقوا نشيطين فدي من الحاجات اللي بتحصل في الجيتلاك نجي هس كده ليه خلصنا من الطبيق بتاع السركيديان ريزم نحن نجي ليه الـ Stages of Sleep بالإضافة للموضوم مهمة اللي هو الدريمز أو الأحلام المختلفة النوم طبعاً ما مرحلة واحدة عندنا مراحل كمية فيه وهي عبارة عن Sleeps أو Stages كمية والStages دي يعني هي ديفاين ميني باي إي جي كريتيريا طبعاً زمان قبل سنة 1953 كان العلماء بيفتكروا أنه الـ Sleep is passive يعني الواحد برقود بيحص النوم بيجي passively يعني بيجي براه كده ما في أي جهد في الموضوع ما في أي حاجة خلاص بص الواحد كده زي الكمبيوتر لما تطفيه أو لما ييفصل شحن في الحقيقة الكلام ده ما صح لأنه Sleep is an active process بالمناسبة والمخ بيشتغل فيه شغل عاديل يعني عشان تُميك أو تُبوت سمون انسليب فالحاجة دي اكتشفوها والعالمين كليتمان واند سرينسكي سنة 1953 باي الإي إي جي اللي هو الإلكترو انكفالو جرام فليقوا أنه during sleep حيكون في بعض الكريتيريا القاعد تحصل في خلال النوم فكان بي it can be divided into the following أو اللي سليب كان بي divided للحاجات التالية عندنا حاجة اسمها slow wave sleep أو اللي هو non REM REM دي اختصار لربيد آي موفمنت ربيد آي موفمنت أو حركة العين السريعة فدا النوع الأول من اللي سليب اللي هو اللي سليب اللي هو دا زاته في حدي نفسه مقسم لأربعة مقسم لستايج وان ستيج تو ستيج ثري بعد داك ستيج فور بالأرقام الرومانية دا اللي هو اللي هو اللي سليب أو اللي هو اللي نون REM sleep أو اللي نون ربيد آي موفمنت نجي بعد داك اللي الرابيد آي موفمنت السليب أو اللي هو ال REM sleep دا من الأنواع المهمة جدا للنوم ستيج تو إذا جينا شفناها بال EEG أو اللي هو ال الإلكتروينكفالوغرام عندها حاجة كاركتوريستيك اسمها sleep spindles نجي نشوفها حس في الصورة الجاية وستايج فور نما نجي نشوفها برضو عندها حاجة أو باتر معين اسمه delta wave اللي هي شوفوا الصورة دي موجودة في قايتون القايتون طبعا من الكتب المعروفة جدا عند الطلاب إذا جينا شوفنا ال EEG خلال النهار أو خلال ال alert wakefulness اللي هو الواحد صاحي ومصحصح أو منتبه بشكل واضح حللاقي عنو الباترن ده هو اللي بيكون مسيطر خلال أو في ال EEG اللي هو اسمه beta waves ده بيحصل في ال alert wakefulness نما نجي لي ال quiet wakefulness اللي هو الواحد صاحي لكن مستكين قاعد كده يعني مرتاح ما ما بفكر في حاجة أو وراه حاجة يعني بنلاقي عنو أو في ناس بيقولوا نما نكون مغمض عينوية ما نما ما اللي يكون فاتح عينوية فده بيكون characterized by حاجة اسمها alpha waves فده شكل الوافز اللي بتكون في ال EEG اللي ال quiet wakefulness تمام طيب بعد ذاك عندنا حاجة اسمها ال rapid eye movement ال rapid eye movement دي هنلاقي انو السليب فيها فيه بيتا ويفز زي ال alert wakefulness الحتة دي داير الناس تكون مركزة فيها كويس دا لي اي زول مفتكر انو النوم passive process وانو بيحصل يعني بطريقة passive ومن غير اي جهد المخ او الدماغ عموما خلال ال rapid eye movement sleep بيكون زي الصاحي واحد مش صاحي بصاحي ومنتبه بنفس ال EEG criteria هنا دي الفترة بيحصل فيها memory consolidation والفترة بتاعت التعلم والذكريات والحاجات الزي دي بتسبق في المخ كلها في الفترة دي ليه لانو المخ بيكون شغال بنظم في الملفات بتاعت اليوم والحاجات خلال اليوم نما نجي ال stage 1 في non-rem sleep هنلاقي انو هنا فيه low voltage بالاضافة لي انو ممكن نلقى بعض ال spindles موجودة في stage 1 هنا في الحتة دي في اختلاف مراجع مفروض الناس تكون منتبها لهم قايتهم بيقول انو sleep spindles منكون موجودة في stage 1 Candle و Pervis بيقولوا انو sleep spindles موجودة في stage 2 فده اختلاف بتاع مراجع بسيط على اي حال هي ده شكل sleep spindle ظل بيكون فجأة كده كانت low voltage بعد ذاك فجأة كده بدت تزيد فيها الحتة دي ده sleep spindle لكن عموما كده stage 1 very low voltage لما نجي stage 2 stage 3 هنلاقي انو شوية كده ال voltage اعلى حبة اللي هي اسمها theta waves تقريبا بتكون حوالي اقل من 50 micro volt اذا دي نقصناها ككهرباء لما نجي ال stage 4 هنلاقي انو دي اسمها delta waves very slow wave sleep هنلاقي انو ال frequency very slow في الحتة دي ده عموما كده EEG criteria بتاعت ال different sleep stages ال sleep stages دي خلال اليوم بتكون عام لكيف او خلال الليلة الوحدة بتكون عام لكيف الواحد لما نكون صاحي في البداية خلاص داري رقودينوم بيبدأ يخش في حتة بتاعت rapid eye movement sleep في بعض المراجع بعض الابحاث بتقول انو من ال awake ما بيمشي بال rapid eye movement بيمشي طوالي ل stage 1 لكن على اي حال من اجل العلمي بالشيء نمشي هنا بال graph بتاع قايته awake بيخش في ال rapid eye movement sleep اللي هي الفترة دي العين بتتحرك بسرعة بيكون في حركة سريعة جدا في العين بيكون horizontal او vertical تمام من ال rapid eye movement sleep بنبدأ يخش في ال slow wave sleep او ال non-rem حيتجي في stage 1 بعد ذاك يخش في stage 2 stage 3 بعد ذاك stage 4 حيعدي فيها فترة من الزمن لحد كلام ده كله تقريبا فيه خلال ساعة ونص بعد ذاك من stage 4 حنرجع لل stage 3 نرجع بعد ذاك ل stage 2 منها بعد ذاك اما stage 1 لكن انو نحصل stage 1 خلال اول ساعات النوم ممكن نخش طوالي في rapid eye movement sleep ثاني بيكده بتكون في دورة انتهت دورة نوم دورة النوم تتراوح ما بين الخمسة واربعين دقيقة الى الساعة ونص تختلف من زور لي زور ما بين خمسة واربعين دقيقة الى ساعة ونص دي دي الدورة الاولى بنبدأ بعد ذاك دورة تانية معاشين هنا من ال rapid eye movement sleep دخلنا طوالي في stage 2 حتى ولا مرينا به stage 1 بعد ذاك stage 3 بعد ذاك stage 4 عبدأنا فيها شوية زمن stage 3 تاني شوية تاني stage 2 دخلنا برضو في rapid eye movement تانية كده دي الدورة التانية لاحظوا هنسا كده تمينا دورتين تقريبا في ثلاثة ساعات وكسير بعد ذاك حنبدأ دورة الثالثة هنا ظهرت stage 1 تاني برضو طبعا هنا برضو فيها اختلاف بتاع مراجع stage 2 stage 3 ما وصلنا لحد stage 4 دايما مع الساعات بتاع بعد الساعات الاولى ما حنصلي stage 4 بالساحل بعد ذاك تاني دخلنا في rapid eye movement sleep تاني رجعنا للنوم حصلنا برضو بالطريقة دي لحد stage 3 تاني رجعنا يعني حنتيم تقريبا حوالي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة دورات نوم خمسة دورات نوم بتتم في حوالي التمانية ساعات طبعا بتختلف من بعض الناس زي ما قلتها الدورة بتتراوح ما بين الخمسة واربعين دقيقة الى ساعة ونص فباعتبر انها ساعة ونص ساعة ونص في خمسة بحوالي التمانية ساعات او السبعة ساعات ونص كده اذا كان الواحد بياخد دورة في خمسة واربعين دقيقة معناها بنوم او بيتم الخمسة دورات بتاعته في حوالي اربع الى خمسة ساعات. تمام? بعد ذلك الواحد بصحى. فده ممكن يكون اهم سبب للاختلاف بين نوم الناس. حنلاقي واحد بيقول لك انا بان املي اربع ساعات بصحى نشيط تماما ما عندي اي مشكلة كل يوم كده. ليه? لانه بتاعته بتمشي بسرعة لكنه بيتم ملو زي خمسة من غير اي مشاكل وبيكون اخد كفايته من النوم. في واحد تاني لا بيكون ابطأ حبة فاللا يتم التمانية ساعات حشان يقدر يصحى. مصح صح. الموضوع بعد ذلك فيه اختلاف ما بين الناس. في حاجة برضو داير الناس تكون منتبه عليها. الفترة بتاعت الربد آي موفمين دي هي الفترة بيكون فيها الاحلام اللي بتكون واضحة. الاحلام الواضحة اللي بتكون منطقية الى حد ما بتكون موجودة فيها الربد آي موفمين سليب. عشان كده الواحد في الليلة الوحدة بيحلم حوالي خمسة مرات. سواء صحة متذكر او ما صحة متذكر ده موضوع تاني خالص. لكن الاحلام بتتعريف ليها بتحصل حوالي خمسة مرات في اليوم. وعادة الواحد بتتذكر الحلم اللي قبل ما يصحى مباشرة يعني. من رابد آي موفمين سليب. عبدك شنون. الواحد صحة. الحلم اللي كان في رابد آي موفمين سليب الاخيرة دي الواحد بيقدر يكون متذكره بشكل واضح. في حاجة تانية. اثناء السايكل زي لو جيت تصحي واحد في ستايت فور ما بيصحى لك بسرعة. هنا دي الفترة بتاعت نوم عميق جدا جدا. يعني عادة واحد بيكون بيصحى اذا كان في ستايت ون او على الرابيد آي موفمين سليب هنا بيصحى لك بسرعة. بالذات اذا كان الدين مواعيدة بيصحى فيها بمجرد معنا ذاته بيكون. لكن اذا كان داخل جوا في النوم العميق اللي هو ستايت فور ما بيصحى لك بسرعة. اوكي. اي هوب انه الراف ده كان واضح بالنسبة لكم. طيب نزاجين الاصورة تانية موجودة في بيرفيس برضو. هنلاقي انه حتة بالدون الازرق دي بعض الخلايا الموجودة في الدورسولاترال بريفرونت الكورتكس اللي هي منطقة مسؤولة من القرارات المنطقية والتفكير المنطقي والحاجات اللي هي الصوشالي اكسبتابو البيهيفير الحاجات المقبولة اجتماعيا وكده. دي المنطقة اللي هي اللي اسمها الدورسولاترال بريفرونتال كورتكس. بتكون inactivated during rapid eye movement. في الفترة دي ما بتكون شغالة. خالص. فبالتالي الواحد اثناء ما هو نايم حيلاقي انه الاحلام بيقد غريبة كده. يعني ما مفهومة ذاته ما منطقية. لأنه بايزيك للمنطق بتاع المنطق واقفة في اللحظة الحالية يعني. لكن برضو بنلاقي من الحتات اللي بتكون شغالة. During rapid eye movement sleep. هي حتات لها علاقة بالليمبك فوربين أو الليمبك سيستيم. اللي هو الجهاز المسؤول من الاموشن والحاجات الزيدي. حتة زي الانتيرير سينجوليت غيرس. بتكون شغالة. حتات زي الاميجدل اللي هي المسؤولة من الخوف. والمعالجة بتاع التفير وكده. برضو من البرين السيمح اللاقي في اللي هي البنتاين تيجمنتم. بتكون شغالة. والبراهيبوكامبل غيرس اللي هي اللي بتكون محازية أو موازية للهيبوكامبل. حتات بتكون شغالة. الاميجدلاء هي البروستس بتاعت المشاعر والفير. البرهيبوكامبل أريا عندها علاقة بالميموريز والكونسليديشن والذكريات والكلام ده. الانتيرير سينجوليت غيرس برضو عندها علاقة بالمشاعر المختلفة خلال التجارب المختلفة. ودين برضو من الحاجات الممكن الواحد الى حظة بطريقة ظاهرة. دايما الحاجة الاحلام اللي بتكون واضحة. الحاجات والختلفة من الملك التجارب المختلفة حتى ينتبه هناك صفحات مثالي. لان الوحسن. الوحسن في الحجة الأطمقية الحجومية المختلفة في حركة المستثرة. انظر المواحدة لأيو الصفحة موجودة للسرية. ليس هم معاونة. البروستساعدة على الذهاب عليهم الحاجة الاسيئة. فقط مع المشاركات الاشترافة. نيورو سايينسيس اللي هو واحد من اعظم الكتب صراحة انا ممكن تتلقي في نيورو سايينسيس باللاقي انه نفس الجراف بتاع ديبيلا اللي اتكلمنا عنه بتاع السليب وانه بينقص مع العمر لكن هنا دايرين مقارنة ما بين الرابيد اي موفمينت السليب والنون ربيد اي موفمينت سيلاحظ انه من الكونسيبشن بيكون معظم النوم ربيد اي موفمينت لحد قبل الولادة يعني في الحد الثرث ريمستر تقريبا من الولادة بيكون في ربيد اي موفمينت السليب وفي نون ربيد اي موفمينت السليب البنقص مع العمر بشكل واضح هو الرابيد اي موفمينت السليب اللي هو من عمر العشرين لاحظوا هنا عمر العشرين بيكون نقص بفريق كبير جدا من اول سنة شوفوا اول سنة هنا والفترة دي بيكون كتير جدا والفترة دي اصلا هي مهمة لانه اسمها الكرتيكال بيريود دي الفترة اللي بيكون فيها النمو بتاع المخفى مهم فيها جدا الـ Rapid Eye Movement Sleep. لكن من يحصل عمر 10 سنوات لحد 20 سنة كده بعد ذلك الـ Rapid Eye Movement Sleep بيكون بسيط. والـ Non Rapid Eye Movement Sleep بيكون فيه معظم اليوم. لحد ما يحصل المئة سنة بيكون تقريباً بين نفس الشكل. فمعظم النكس بيكون في ال Rapid Eye Movement Sleep. طيب ندي نتكلم عن الأحلام المختلفة. فـ Dreams can be defined as a unique state of awareness. هي عبارة عن حالة لمتميزة أو حالة فريدة من الوعي. That entails some features of memory and hallucination. الفترة بتاعت الحلم نفسها فترة فريدة بيكون فيها وعي. يعني الواحد بيكون زي الواعبة القصة أو الحلم والحاجر بيكون حاصطة أثناء النوم بتاعه. لا يستطيع أن تفهمها. لحد يوم الليلة نحنا ما غادرين نفهم الأحلام ديه شنو ولا بتحصل كيف. لكن عندنا بعض الـ information يعني عنها. بيكون فيها نوع من الـ hallucination أو الهلوسة اللي هي عبارة عن من السنسوري ستيميولاي بتكون موجودة بشكل غريب يعني من غير ما تكون فيه actual stimulus. بعض الأحلام تحدث في الـ rapid eye movement sleep. معظم الأحلام بتكون في الفترة بتاعت الـ rapid eye movement sleep. عموماً كده الحاجات اللي بتميز الأحلام اللي في الـ rapid eye movement sleep. عادةً بتكون أحلام اموشنال بتكون عاطفية إلى حد كبير زي ما شفنا في الصورة بتاعت المناطق اللي بتكون activated. وبتكون الأحلام طويلة فترتها طويلة بتحس أنه كأنه الحلم دقع عديه كم ساعة ولا انت الحلم ده منكري كله وكم يوم. وبنفس الوقت بتكون vivid يعني very clear بتكون واضحة وبتكون الابوريت بشكل مفصل وواضح. دي الأحلام اللي بتحصل خلال الـ rapid eye movement sleep. أما الأحلام اللي بتحصل during non-rapid eye movement sleep عادةً بتكون less emotional وmore conceptual أو عندها مفاهيم أكتر. وعادةً بتحصل في البداية بتاعت النوم. اللي هي ممكن تقول ده الأحلام اللي بتجي لما الواحد يكون راجد وداي ينوم تلاقي physical transition كده ما بين الوعي بالحوالينك وبين النوم. حتى لو لاحظت لو صحيت أو زر نبهك فيها بتلاحظ أنه يعني بتكون عارف أنك كنت كنت حلمان لكن ما قادر تصدق أنك كنت دخلت في الحلم على أساس أنك كنت صاحي يعني لسه ما نمت. لكن اكشل انت بتكون بدأت تحلم فدي بتحصل مع بداية النوم. ودي هنا النقطة اللي هي الواحد بيختلف معاها في غايتون لأنه غايتون بيقول من الأوائك الواحد بيخش الرابيد آي مومنت بسليب قوالي في حين أنه بيرفيس وكان ديل ودير بيقولوا أنه الواحد بيخش في الستايد وون بناء على الشكل بتاع الأحلام اللي بيكون فيها الفترة هذه. فدي برضو من الكاركتريستيكس بتاعك نون ربيد آي مومنت بسليب. عموماً كده الأحلام من الحاجات اللي أنها بتساعد جداً جداً في الحاجات الواحد بتعلمها خلال اليوم. بتثبت إذا حلم بها. كيف؟ محدها السماء معروفة بالضبط لكن زي ما قلنا في البداية لاحظوا أنه الهيبوكامبس بيحصل فيه فايرين باترن زي اللي بيحصل أثناء ما الواحد بتعلم الحاجة خلال اليوم. واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون ملاحظة من بعض الناس يقول لك أنه إذا حلم بالحاجة حاجة بيعملها بيصحك أنه عارف كيف بيعملها. ليلا أنه بيحصل الحاجة بتاع الحاجة دي أو إذا اشتغل حاجة وحلم بيها بيكون سابتا كده بعد ذاك فراث. فدي من الحاجات اللي بتحصل ديوري الحاجة. هنا عندنا النظرية بتاعت السيغمون فرويد فهو بيقول أنه عنده أو عنده فهم في الحتة دي أنه. الكمفليكس أوف دي بيكون موجودة خلال الأحلام إذا الواحد مرة بخلال أي مشاكل أو بأي حاجة خلال اليوم فمور لايك لأنه يحلم بيها وإذا حلم بيها فبالتالي بتثبت فيه زاكرته بشكل أوضح. عنده حاجة برضو مسميها دايو داي ريزي ديو أو اللي هو المتبقي أو الحمل الموجود خلال اليوم. الواحد ممكن يحلم بيه ودي مشكلة ممكن بعض الناس يلاحظوا لها يقول لك أنا. بنوم عشان أريح نفسي من تعب اليوم ألاقي تعب اليوم ليحقني في أحلامي. فدي اللي هي دايو داي ريزي ديو أو اللي هي الكمفليكس أوف دايو اللي بتحصل خلال الدريم. لكنه خلصنا الحتة بتاعت السليب ستيج والفكرة بتاعت الدريمي نجي ليه السليب ستيج والمسارات العصبية بتكون متحكمة بالنوع واليقظة. المسارات العصبية داي ريكم تكونوا مركزين فيها معي. لأنها يعني من الحاجات القعدة توجي على الراس صراحة لكن بمحاول انه نبسيطها لكم بقدر الإمكان. فإذا مسكنا اللي هي اللي بتكون متحكمة بالاستيقاظ عموما فحنلاقي أنه الستيميوليشن بتاع حتة اسمها اللي هي موجودة في تحديدا في الحتة مع بين الميت برين والقونس فالريتكولر اكتيفيتين سيستم ده بيحصل فيه الاراوزل إذا حصل فيه اكتيفاشن يكون الواحد مصحصح وعادة بيحصل فيه اكتيفاشن نتيجة للسنسوريستيميولاي لأنه عندنا حاجة اسمها سباينوريتيكولر تراكس اللي هي بتدي من مختلفة انحاء الجسم باللمس والحاجات الزيدي فبالتالي بتكون الواحد مصحصح بيحصل كده طبعا من الصعب أن الواحد ينوم إذا في واحد مزعج حوالينه من الصعب أن الواحد ينوم إذا فيزول بيكاوي فيه مثلا وبيقول لهم صحصح وكداه المكاول بتحصد من الصعب أن الواحد ينوم إذا كان متألم لأنه بيكون في سنسوري معشي للريتيكولر اكتيبيتنج سيستيم فبالتالي من الصعب أن الواحد ينوم إذا كان حاسي بأي نوع من أنواع الألم فهذه واحدة من الأهم الأسباب في الحتة دي فريتيكولر اكتيبيتنج سيستيم عندنا فيه فور تايبس of neurons أربع أنواع من الخلايا العصبية عندنا واحدات كلينيرجيكس اللي هي البتطلي على الأسيطاي الكولين عندنا Are Paper اللي هي البتطلي على الاراوزل 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 الاوزل السحف , الإحاثة المعدام ال estabee regime analgesia بتنقص الألم في الجسم بيطلع al serotonin وال本日 يقوم بيطلع يَمشي للحطة بتاعت الدينكفل تمام؟ ده عن طريق السīri stellen عندنا النقلنagne نيوكليايل بتطلع أسيتيالكولين عندها بعض بعض السيجنلز بتمشي كودالي يعني بتمشي وبعضها بيدي ماشي روسترالي يعني بيمشي فوق فبيمشي بس بنتهي في الحتة بتاعة الداين كفلن حتة بتاعة الثلمس فهنا دي الأهمية بتاعتها ده الجزء الأول من الصورة دي اوكي الجزء الثاني في الصورة عندنا حاجة هنا اسمها تيوبرو ماميلاري نيوكلياس اختصارا تي ام ان موجودة وين في الهايبوثالمس الحتة دي تحديدا هي اللي بتطلع الهيستامين كويس الهيستامين ده مادة بتطلع في النيورو سايينس بتطلع من التي ام ان وبعض الحتات التانية وبتساهم في الواحد مصحصح بيتمشي كودالي يعني بتمشي هنا للبونز والسباين والكورد والحتة دي وبتمشي راسترالي برضو تجي معشة الديينكفالون بعد ذاك البريفرونتال كورتيكس والحتات الباقي دي كلها دي الـ TNM وهي ذاتة بحصل لها استيميليشن باللاترال هايبوثالمس اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي عندنا حتة هنا برضو اسمها لوكا سيريوليس لوكا سيريوليس دي من أهم الحتات اللي بتساهم في أنه الواحد يكون مصحصح اللي هي بتطلع نور وبرضو بتمشي بنفس المسار اللي بتمشي به الخلايا التانية الباقي دي كلها تمشي الديينكفالون الريفرونتال كورتيكس بعد ذاك لحد الأجزاء المختلفة التانية من البرين الحتة الانترسينج اللي الناس بتكون كلها عارفاها يعني زي ما قلنا التيمين أو اللي هي التيبروماميرا للنيوكليس الموجودة في الهايبوثالمس دي بتطلع الهيستامين والهيستامين بيخلي الواحد يصحصح تمام؟ الهيستامين في النيورو ساينس بيخلي الواحد يصحصح لكن الهيستامين برضو بيطلع من خلايا تانية موجودة في الجسم زي الماس سيلس اللي هي خلايا مناعية والإزينوفيلز بيطلع من الخلايا بتاعة الاندوثيليم في الحالات بتاعة الحساسية وبيطلع برضو نتيجة لقرصات بتاعة الحشرات وكده هو المسؤول اللي بيخلي الحد تتحمر بعد القرصة بتاعة البعوضة أو كده دي الهيستامين في نفس الوقت هو بيطلع برضو في المخ اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل أنه الواحد نما يكون عنده نزلة أو عنده ديوبة فيها أو عنده أي حاجة متطلب أنه ياخد أنتيهستامين فيقوم ياخد الانتيهستامين ده على أساس أنه يرويق الحساسية مثلاً أو كده وعنده نزلة أو كده بيتلاقي أنه يقول لك الدواء بتاع الحساسية بنعيس بنعيس له لأنه هو انتيهستامين فبيعمل انهيبشن له تيبرو ماميلر نيوكليس فبالتالي بيعمل انهيبشن له واحدة من أهم الـ Neuronal Groups اللي بتساهم في الـ Abrams ذات is why anti-histamines cause cause sleepiness بالتالي الواحد ما بيستخدمه وعندها إرشادات بيكون مكتوبة أنه الواحد ما يستخدم الانتيهستامين إذا كان حيمشي يسوق أو ماشي الشغل أو كده وبتلاقي برضو حتلاقي انه في بنادول دي بيكون خاطين فيه كافيين كويس؟ ليه؟ على اساس انه الكافيين بيخلي الواحد يصحصح وحنجي نشوف الرول بتاع الكافيين في الصحصح حديشنه بالصبت من الفكر ده ممكن الناس ستطلع بأنه الانتيهستامين بتشتغل كيف وكيف بتخلي الواحد ينعص بأنه بتعمل الانتيهستامين دي موجود في الجرافة الجدام كله تمام؟ إذا جينا للجدول كده سمري سريع ما مسؤولي منه كله طبعا الكلام هو معقد لكن هناخد بعض الحاجات إذا جينا للبراين ستم نيوكلياي إذا شفنا في الواكفلنس هنلاقي انه الكولينيرجيك نيوكلياي واللوكس سيريوليس النوريبنفرين الرافين نيوكلياي بتاعت السيريتونين والتيوبروماميلاري نيوكلياي بتاعت الهستامين ومعاهم اللاترالهايبوطالة مثلا بتطلع حاجة اسمها أوريكسين دير كلهم بيكونوا شغالين أسنام الواحد مصحصي من هنا ما عندنا أي مشكلة لما نجي في النون ريبت آي موبين تيسليب هنا الموضوع سيكون فيه بعض الاختلافات فحنلاقي الكلينيرجيك واللوكس سيريوليس وبتاعت النوريبنفرين والرافين نيوكلياس حاجة السيريتونين بيكون عندهم ديكريزد اكتيفيتي وبالتالي النشاط بتاعهم بيكون أقلة لما نجي الرافيد آي موفمينت سليب اللي هو النوم بتاع الحركة العين السريع حنلاقي أنه الكلينيرجيك نيوكلياي الموجودة في البونتوميدالري أو البونتوميد برين جنكشن بتطلع على الأسيتاء كولين بتكون اكتيف بيتكون اكتيف ليلا أنه مهمة جدا في الميموري كونسليدياشن والحاجات بتاعه اليوم لكن الرافين نيوكلياي واللوكس سيريوليس اللي هما بيطلعوا السيريتونين والنوريبنفرين بيكونوا اكتيف فده كده جدول بيختصر الموضوع الجدول برضو موجود في بيرفيس في الكتابة الاسمه نيورو ساينس عندنا انترستيج توبك تالت وهو الاخير خلال اليوم اللي هو حاجة اسمها سليب باراليسيس والهايبنيك جيرك السليب باراليسيس واحدة من الحاليات الهياري كومون بتحصل عند الناس كلها والناس عندها تفسيرات قد تكون خاطئة ليه وبعض الناس بتنسبوا الشياطين وكلام سيدة السليب باراليسيس او الجاسوم الجاسوم هو شلل النوم البيحصل لازم نفهم انه خلال الرابيد اي موفمت سليب الواحد انما نكون نايم في الرابيد اي موفمت سليب عندنا خلايا بتكون موجودة في البرين ستم الخلايا القبال دي اللي قلنا بتنزل كودالي اللي هي التيبرو ماملاري نيوكلياي انهيبيتد الكولينيرجيك نيوكلياي هنا عندما تكون انهيبيتد فبتتحكم في الخلايا بتاعت العضلات الجسم فالتحكم ده بيكون مفصول عشان الواحد لما يحلم يعني انت ما ممكن تكون انت حلمة بانه في كلب سكيك وتقوم تجري اثناء ما انت نايم صح؟ فالواحد بيكون نايم ما متحرك لكن اثناء الحلم هو بيكون متحرك فلو ما عندنا رحمة الله بينا انه الجسم بيكون فاصل سويتش بالطريقة دي فكان الواحد هيكون بيجري اثناء ما هو نايم وفي حالات حالات بعض الاساسناعات في ناس بيمشوا اثناء النوم لانه عندهم مشكلة في الانهيبش هنده تمام؟ فعموما اللي بيحصل في السليب باراليسيس او الحتة بتاعت شلل النوم انه الواحد بيصحة او بينوم او بيكون صاحي اثناء ما الجسم بيكون فاصلة للسويتش تمام؟ يعني مثلا انت تكون نايم وحلمان حلمان انك بتجري ولا بتعمل اي حاجة ولا المهم وصحيت الجسم قبال ما يسترجع الكنترول يعني الدماغ قبل ما يسترجع الكنترول بتاع باقي الجسم انت تكون وعيد تحاول تتحرك ما هتتحرك ليه؟ لانه الجسم بيكون مفصول لحد تاخد لها كم دقيقة لحد ما الدماغ يستوعب انك صحت خلاص بعد ذلك يرجع الكنترول للوضع العادي دي البارة عن سيركتس بتكون ماشا بتنشي لحد النخاع الشوكي فالبتحصل انه بيكون فيه مشكلة بسيطة فيها وبيحصل عدم تنسيق يعني انت تكون صحيت قبل ما الكنترول يكون جاه او تكون اول الفصلة دي قفلة السويتش دي تجي قبال ما تكون نمتة فدي هي الحاجة اللي بتحصل دي هي اسمها السبب شنو؟ ما ليقوا لها سبب كده معين لكن ليقوا اسوسياشن يعني ليقوا علاقة ما بين الاجهات خلال اليوم الناس بيكون تعبانة واحد بيكون تعبان شديد وكده خلال اليوم فليقوا انه بتحصل عندهم والسليب باراليس كتير ليقوا الناس اللي عندهم مشاكل في النوم عموما إنسومنيا مبنوم وبسرعة والكلام ده كله بتحصل عندهم والسليب باراليس كتير وكده يعني فليقوا اسوسياشن لكن اجزاكت كوز للحاجة دي ما ليقوها الحاجة التانية من الانترسين اللي هي الهايبنيك جيرك الهايبنيك جيرك دي من الحاجات اللي طلعت فيها الشاعات كتيره اللي هي انه الواحد نما يكون داري نوم بالذات بتحصل عندما الواحد يكون تعبان جدا وداري جيره دي من طواله بتحس كده زي لأنك جاي واقع يعني حتى ممكن الواحد فجأة كده تحس زي النطة كده ليه؟ لأنه بحسن يعني زي الجاي واقع بتحصل كيف؟ برضه بسبب القفلة دي بتاعتها بالسويتش بلأنها بتجي فجأة فبالتالي الجسم كله بيحصل فيه هايبوتونيا اللي هي التون بتاعت المسلس بتسترخى فنما تحصل فجأة بيحصل حاجة يسمى نحن من الرفلكس الموجودة في الجسم فبالتالي يقوم يعمل استرخى للجسم فبالتالي بيحس زي لكأنه داري جع وفجأة قام صح صح والحالة دي عادة بالصحي الزول طوالي يعني يكون داري ينوم كده وفجأة حسن نفسه زي الداري جع وصح صح طوالي بيقوم يصحى عادة بتحصل ليه زول بيكون فتران جدا وورضو عندها نفس الاسوسيييش متاع في كمية بتاعه دي شاعات طلعت في الفيس وشنو كان يقول لك انه انت كنت حتموت وما بعرف شنو وانه كان القلب حيقيف وبتاع القلب اوار شي ما ما عنده اي علاقة بالسليب والوكفول القلب شغال براه عنده اوتوماتيزيتي يعني عنده بيشغله براه من غير اي ما يكون من غير ما يحتاج من البراين نفس الشير البريثينج جاي من البراينستن فالحتة دي يعني دايما الحادل ما مفهومه بتكون ارض خصبة جدا للي شاعات فهي بس عبارة عن سدن هايبوتونيا بتحصل نتيجة عادة للارهاق والفتيق وكده فهدي الانترسينج طوبك ده اخر انترسينج طوبك في المحاضرة نجي لاخر قسم من الاقسام بتاع المحاضرة اللي هي بعض السليب ديسوردرز وبعض المشاكل بتاع النوم الممكن تكون ببعض الناس او هي ببعض الناس يعني ممكن تكون واحدة من المحاضرة في العالم فالسليب ديسوردرز واحدة من المحاضرة والاقسام عموما واحدة من المحاضرة تمام؟ الكون الواحد يكون ما نايم بشكل كويس دي من اهم المشاكل بتعمل حوادث او بتعمل مآزم بتلاقي في كمية من الحوادث بتاعة العربات بتحصل ليلة انه السايق ما كان نايم كويس بالذات بالليلة تلقى ما عارف سواك بتاع لوري ولا سواك كده يقول لك والله ما كان نايم ونام وخشة لي في عربية ولا خشة في حاجة حوادث ميكانيكية ناس اشغالين في المصانع وكده في كمية بتاعة حوادث زي دي بتحصل بسبب الحاجة دي بعض الناس اتريبيوت الكارثة بتاعة شيرنوبل لأنه كان جزء منها يعني هي ما السبب الوحيد لكن جزء من الاسباب كان بسبب الموضوع بتاع اللاك اف سليب فدي من الكوزيس سليب دي سوردز عموما عندها السيجنيفكاً وكترين مندس سايكولوجيكال افكت بلاحظة واحد يقول لك تلقزه جان قافل معه ما لك والله ما نايم كويس مبارح لأي سبب من الاسباب ففعلا عندها سايكولوجيكال افكت بشكل واضح جدا اتذكر مرة في واحدة من الشفتات بتاعتي كنت شغالت فساعة ثلاثة صباحاً ولا حاجة زي دي وكنت نايم لي ساعتين بس مشاترت احتى كده وجيت فده هي رجيس البلوت بريشر لوحدة من العيانات ده هي رجيس الضغط طبعا مفروض الاستيثوسكوبة والسماعة تتخطى على الميديا الصايدة والجزء اللي يجوه عشان تقدر تسمع البريك البلس فانا خد مع النعسة وكده ختيته في اللاترال صايدة ختيته في الجهة الثانية ومستغرب ليه انا ما ساعمي حاجة بعد شوية حتى كده انتبهت انه انا خلتت السماعة في الحتة الغلط لا يعني تقديه غلطة بتاعت اجل هاوي بتاع بجيسة الضغط اي زول بجيسة الضغط بيعرف انه ما مفروض تتخطى كده لكن بالسبب انك صنوم هو انه الواحد ما نايم كويس فحصلت الحاجة دي من هنا انا صراحة انا اوجه دعوة شديدة جدا لانه يتم الغاء 24 ساعة في المستشفيات لانه هي فعلا من الحياة للكادر الطبي برأيه انه 12 ساعة كافية يعني 24 ساعة بتأثر حتى على كادر الطبي على الخدمة المقدمة للمريض نفسه لو جه ساعة ستة صباحا ما بتكون قادر تركز بشكل واضح معه بتكون 24 ساعة فمعظم دول العالم هسي منعت 24 ساعة لكن للأسف انه نحن هنا لسه في السودان شغالين كيف انا ما اعرف لكن يعني مناشدة لانه يتم إلغاء شفتات ال 24 ساعة والنظام ال 24 ساعة نجي لي أكتر واحد من ال common sleep disorders اللي هي حاجة اسمها insomnia أو اللي هي lack of sleep عموما يعني insomnia الأرق حيكون common ومعظم الناس مرت به في مرحلة ما من العمر إذا ما مرت به هسي فإنه هي مرحلة ما من العمر والنصمني عموما أو الأرق بزيد مع التقدم في العمر و it is more common in females عادةً بيكون أكتر في عند الناس وكل ما زاد العمر بتاع الواحد بيكون مشكلة بتاعة الأرق دي بتكون موجودة في كمية بتاعة النظريات بتقول أنه ليه عند الفيميال أكتر ففي ناس أتريبيوتد لل Ion deficiency anemia عند الفيميال بسبب بسبب المنستر والسيكل وكذا فبالتالي بيكون عندهم كمية غير من الحديد و Ion deficiency anemia واحدة من الأسباب اللي بتأدي للإنصومنيا وبرضو بتزيد مع العمر لكن لحد هذه ما معروف بالضبط أنه بتزيد مع العمر له الحتة الإنصومنيا الإنصومنيا عندها ثلاثة أشكال ممكن تجيبها ممكن تجيبها Difficulty Falling asleep اللي عنده ممكن تكون الموسكوون الواحد يرقد داير ينوم وما يقدر ينوم ف Difficulty Falling asleep الحاجة الثانية Difficulty Staying asleep يعني تكون نايم لكن تصحى طوالي خلال اليوم أو خلال النوم عفون يكون طوالي بتصحى قلال النوم دي واحدة من الحاجات برضو بعد ذلك عندنا واحدة من الحاجات المتحدة اللي هي الـ Early Awakening Before obtaining sufficient speed يعني تلقى الواحد نام فترة وما نام كفاية أو صحة برضو من الحاجات اللي بتحصل بسبب الإنصومنيا و It may result from physical أو emotional complications دايما المشاكل بتاعت الإنصومنيا ممكن يكون عندها physical أو emotional complications يعني بتلاحظ أنه الواحد لما يكون عنده مشاكل عاطفية عنده depression عنده حاجات زي دي ما بيقدار ينوم في شكل كويس عكس اللي بيكون ذول emotional مستقر وحياته العاطفية كده مضبوطة وزي ما بقوله يعني واحد معرس وعريس يا ده بيكون نايم تمام والكلام ده كله فبذلك لأنه بيكون emotionally stable من غير أي مشاكل فبالتالي ما بكون عنده insomnia برضو إذا كان في حاجات physical إذا كان عنده pain ألم مانوع النوم في الناس بتاعين مثلا الالتهاب الديوب اللمفية لأنه ما بيقدر يتنفس كويس وكده ممكن تخليه ما يقدر ينوم بشكل كويس فكلها ممكن بعض الحاجات اللمفية عندنا برضو من الحاجات من الحاجات التي تعمل الإنصومنية يعني النوم المنظم الواحد يصحى الليلة في مواعيد وينوم بكرة في مواعيد وكده دايما بالأجزول النوم وما منظم حيكون عنده مشكلة بتاعة أرق الحاجة التانية الانكريز كافيين انتيك والكافيين مهم في أنه بيخلي الواحد يصح صح لكن ما صح صحة صحية ليه؟ لأنه واحدة من أهم الحاجات التي تخلي الواحد ينوم حاجة يسمها الأدينوسين تمام؟ الأدينوسين ده هو إيش نوم؟ هو مخلف من مخلفات إنتاج الطاقة في الجسم المصدر الأساسي للطاقة بعدما الجلوكوز يتكسر وتتم المعاللة الكيميائية والكلام ده كله في الجسم حاجة يسمها ATP أو أدينوسين ترايفوسفيت تمام؟ الجسم لما يستهلكوا بيحولوا لأدينوسين دايفوسفيت كان تراي كان فيه ثلاثة فسفور بيقى دايفوسفيت يعني بيقى فيه اثنين بعد ذلك بيقى فيه بعد ذلك بيبقى أدينوسين مونوفوسفيت أو AMP بعد ذلك بيتشار منه الفوسفيت وبيبقى أدينوسين بس الأدينوسين ده بيحصل بيضب أو بتراكم في الحطة بتاعت الداينكيفالون أو البيزل فور برين تمام؟ فنما يتراكم بيخلي الواحد نعسان دي واحدة من حديات اللي بتخلي الواحد نعسان اللي هي التراكم بتاع الأدينوسين بيتزيد تراكم الأدينوسين كل ما الموخ كان شغال أكتر يعني مثلاً زور عندهم امتحانات قاعد يقرأ فبالتالي بيستهلك طاقة أكتر طبعاً بدليل أنه لأيام الامتحانات الواحد بيجوع أكتر دائماً لما تكون بتقرأ بيكون ديعان ليه لأنه الموخ بيكون شغال فبالتالي بيحول طاقة أكتر فبالتالي دي واحدة من أهم الشكاوي البتدي من الطلاب يقول لك أنا أقرأ ليه ساعة ولا ساعة وحاجة وحس روحي نعسان كده وفترتها ليه بسبب البيل ضبط على الأدينوسين فلما يحصل البيل ضبط على الأدينوسين ده الواحد بيكون فتران كنصيحة من التجربة دي ومن العلم ده إذا واحد قاعد يقرأ ساعة وكده وحس روحه فتران أمشي أرجوط أخذ ليه غفوة كده بتنظف الأدينوسين الحصل ليه هو التراكم ده بيعمل شنوه أو بيخلي الواحد يصحصح كيف الكافيين طبعا زي ما عارفين موجود في القهوة والشاي والكلام ده كله بيقول لك الشاي بصحصح والكلام ده الكافيين هو أدينوسين ريسبتر بلوكر يعني بيكفل المستقبلات حقة الأدينوسين دي فبالتالي الواحد ما بيحس بأنه هو نعسان بسبب البيل ضب بتاع الأدينوسين لكن صح انتهسي صحصحت لأنك قفلت الأدينوسين لكن هل انت فعلا مصحصح بطريقة صحية؟ دي زي ما بيقوله زي نما انت شيل الواسخ تكون انت جاعد تنظيف وتخطه تحت السجادة في النهاية الواسخ جاعد فنفس الشيء الأدينوسين هيكون جاعد ما مش اي مكان فأسلم حل هو أنه الواحد ينوم تكلير الأدينوسين بدل ما يجوم شينوه أيام الامتحانات يطلع ليه كوباية كبيرة كده بتاع الجبنة وبتاعش على صحصح بها وكلام ده وفي نفس الوقت ما هتساعدك في المموري فهدي من البور سليب هابت برضو عندنا الالكوهول كونسوبشن بالإضافة ليه الواحد قبل ما ينوم يكون مش هاخد ليه جكة ورفع حديد وكده أكيد ما هتنوم ليه لأنه دخلت روحك في استرس وبالتالي بدأتك نربة السيسم شغال فبالتالي ما حتقدر تنوم في الحالة دي يعني لازم تكون مسترخي قبل ما تنوم إنسومني عموماً كده عندها ممتع مع الدبريشن بالذات الـ بالذات الـ دايماً الناس بتاعينا الدبريشن بيقولك بصحة بدري وصحة فجاء فهدي عندها association مع الإنسومنيا تحديداً حتة بتاع الدبريشن التريتمت أوبشنز كمية كبيرة أهمها وأكثرها وأبسطها هي lifestyle modification لو بتشرب جبنة كتير وشاي كتير قلل لو نومك ما منظم حاول ننظم نومك لو بتنوم بالنهار كتير حاول تخلي النوم بالليل كل هدي حاجات بتاعت lifestyle modification نوعية الأكل يعني ما ممكن تكون أنت بتاكل حاجة فيها شطة مثلاً قبال ترقل تنوم الشطة حتتخلي الواحد مصحصر عموماً كده بيقولوا أنه المنتجات الألبان بتساعد أنه الواحد يرقل ينوم الواحد مثلاً شربت لك باية لبن كالليزة بادي المهم حاجة زيدي بتخلي أنه الواحد ينوم lifestyle modification هي أهم حاجة ممكن تعالج تسعين في المئة من الحالات بتاعتها المصحصر lifestyle modification تغيير بس في الأسلوب بتاع الحياة في حالة فشلة أو لأي سبب إن كان عندنا حالة معقدة بمتالي بنلجأ لبعض الأدوية عندنا الخاجات اللي هي البنزوديازيبين زي الديازيبام أو الفاليوم زي ما نكون معروف الانتيهيستامين كان بي يوست اللي هي تستخدم بجرعة معينة عشان الواحد يقدر ينوم وبعض المسكرينيك أسيطايل كولين ريسبتر أنتاغونيست بتوقف الأسيطايل كولين زي ما عرفنا جباله أنه الكولينيرجيك نيورونز بتساهم في الاراوزل فدي الانتاغونيست اللي هي الضدية يعني بتخلي الواحد ما يكون أو يساهم في أنه ينوم دي الحتة الأولى والمس كومن السليب ديس أوردر الحاجة الثانية هي الناركوليبسي أو اللي هي النوم القهري وناركوليبسي يعني ما حاجة شائعة يعني ما حاجة شائعة يعني الواحد تلقاه صاحي وبتكلم معاك فجأة كده تلقاه الرجد نعم فجأة من غير أي مقدمات وبيخش في ربيد آي موف من السليم مباشرة يعني فدي اسمها النوم القهري يعني الواحد بيكون أثناء النهار فجأة كده ينعس ويكون دائر نوم أو فجأة كده ينوم أو بتجيه سليب أتاك فجأة اللي هي موجة كده بتاعت نوم بتجيه ومت تزيد من عشرين دقيقة يعني بتكون نعسان كده فجأة بس ييرجود ينوم حاجة كده بتاعت ربع ساعة التساعي يصحم صحصح فدي هي السليب أتاكس الحاجة التانية هي حاجة اسمها كاتابليكسي أو الكاتابليكسي دي تحصل في حوالي 70% من الناس اللي عندهم الناركوليبسي معناها شنو؟ سودان هايبوتونيا يعني ممكن يكون قاعد أو يكون واقف ممكن ي neoاجي واقع أو المسز بتاع النقم ويكون قاعد ويتكلم معاك فجأة يحصل فيها ریلاكسيشيشان ليه بسبب الإنهبشيان بتاع النوم اللي بيتكلمنا عنه اللي بيمنع ان الواحد يتحرك اصنع النوم فبيكون جا فجأة برضو من الكاركتريستيك حاجة اسمها hypnagogic اللي هي بتدي حاجة referring to sleep onset أو hypnopompic اللي هي بتدي مع sleep offset يعني لما نكون الواحد يصحى فعندنا sleep onset أو sleep offset hallucinations يعني الواحد تكون عنده هلوسة قبل النوم أو وبعد ما يصحصح من النوم دي من الكاركتريستيك بتاعت ال Narcolepsy عندنا برضو sleep paralysis اللي تكلمنا عنه برضو بيكون موجود مع ال Narcolepsy وبرضو disrupted nocturnal sleep الواحد ما بيقدر ينوم بشكل واضح أثناء الليل فدي كلها من الكاركتريستيك بتاعت ال Narcolepsy عندنا كمية بتاعت ممكن تكون مستخدمة لها الولاج بتاع الحالة دي لكن الزمن لا يسمح طبعا بذكره إذا جينا شوفنا الصورة دي هنا في الوضع الطبيعي إذا جينا اللي هو بيجيس العضلات أو التنشن بتاع العضلات حتلاقي ان هنا التون نورمال وبعددك شوية شوية تبدأ تنزيل تنزيل حبة لكن التون في النهاية يعني في بس بتكون بسيطة تنقص حبة حبة ده لالإنسان الطبيعي في النوم نجي لل Narcoleptic بيجيس العضلات حيكون عامل كيف حيكون بال ماشي وفجأة خشة في رابد آي مومنت سليب دي الكاركتوريسيك بدعة رابد آي مومنت سليب إذا جينا للإلكترو أوكيولوغرام حنجي مع الشيين هنا فجأة رابد آي مومنت اللي هي إذا جينا للإلكترو مايوغرام حنلاقي انه التون كانت معشة كويس فجأة حصر للتون تيبيكال رابد آي مومنت سليب موتور انهيبيشن فدي الفرق ما بين النورمال والزول عنده ناركوليبسي إذا جينا للحطة بتاعت الهايبوثالمس إذا لاحظنا ما بين الخلايا بتاعت الفورنيكس من الليمبيك فور برين حنلاقي انه عندنا هنا بعض النيورون موجودة في النورمال موضوع من النيورون في الناركوليبسي ما موجودة فدي هنا من الفرق ما بين النورمال والناركوليبسي عندنا الآخر خلصنا فيما يختص الناركوليبسي عندنا الآخر ممكن تكون موجودة عندنا حاجة اسمها ريسلس لك سندروم ودي ما تعتبر طبعا السليب دي سورده هي الناس اللي ما بيقدر يقعدوا سعيد يعني الواحد إذا قعدت لو بيحرك العين وكده يعني هي ما تعتبر من الحالات بتاعت السليب يتعتبر إلى حد ما مانيفستيشن أو اختلاف ما بين الناس يعني تعتبر نورمال فارييشن لكن بعض الناس ممكن تسبب ليهم مشكلة ما بيقدروا ينوموا لأنه يكون دار يحرك اللين فدي تخش وتعمل ليهم مشكلة بتاعت السليب دائم بعض الناس اللي عندهم عندنا حاجة مهم ما قعد تحصل بالذات الناس الكبار اللي هي اسمها الناس الكبار والبيكون وزنهم زايد اللي هي الخنقة بتاعت النوم الواحد يكون نايم وفاجأة يسحيش كده يكون ما قادر يتنفس بشكل كويس فبالتالي الحالة دي بتسبب ليه مشكلة في النوم فهي ما حاجة لها علاقة بالنور والسيسلم اللي هي علاقة بالناس التراكية وكده بيكون بالذات الناس بيكون في مشكلة على التراكية فبالتالي يكون في مشكلة في النوم بعضهم بيكون عندهم مشكلة مثلا في السكيف بتاع الحليق أو كده حاجات بتاعت الناس الـ ENT ناس الوزن والان في الحنجرة وبالتالي بتعمليهم مشكلة في النوم لكن ما عندهم مشكلة في الموحة وابتداء يعني فإذا لاحظنا هنا برضو الصورة في الـ للناس اللي عندهم الـ Obstructive sleep apnea كان نايم عادي في rapid eye moving sleep مثلا والحركة بتاعت العين معشة فجأة كده دي الـ period of apnea فترة كده ما قادر يتنفس بشكل كويس بصحة طوالة termination of sleep كان مثلا الـ EMG اللي هو الـ بسيط بخش في لأنه ما قادر يتنفس أو حصل للمصل يقوم يصحة يصحة وبالتالي المصل ترجع الـ EEG برضو بتاع واليكترو انكفالو جرام حيكون متحرك يبدأ يتخش في sleep spindles وبعد ذلك تاني يصحة الـ EKG أو ECG بتاع القلب حتلاقي الـ heart rate معشة فجأة كده حصل فيه سلوينغ of the heart rate ليه؟ عدم النفس بخلي الـ heart rate يكون أقلة وبالتالي يصحة وبالتالي الـ heart rate يقوم يزيد تجي للـ EMG أو للـ leg الحتة بتاع الرجل هللاحظ أنه هنا التون كانت معشة كويس وبعد ذلك فجأة ويكفت تماماً وبعد ذلك تعني الواحد بصحة الـ snoring بالـ mic للشخير هيكون معاشة وفجأة كده ويقف ما بكون في شخير تماماً لأنه apnea ليه هي ما قادر يتنفس بشكل تام وبعد ذلك يقوم يصحة يتنفس الـ respiratory effort برضو نفس الشيء يكون التنفس معاشة فجأة كده يقيف ويقوم يصحة ونفس الشيء بالنسبة للـ respiratory air flow الـ oxygen saturation اللي هو التشبع بتاع الدم بالـ oxygen حينزل شوية كده فيه بسبب الـ sleep apnea لأنه ما هيقدر يتنفس وبالتالي يقوم شينهم يصحة لما نصحة حتى نقدر يلاقي الأكسجين تاني بشكل واضح آخر صورة للمحاضرة بسبب بسبب ربنا يحفظك وربنا يوفق إن شاء الله يعني صراحة يسا ثورة يعني كمبرحنسيف أنا صراحة ما في حاجة كثيرة الواحد ما كان أفصا عارفة تماما وفرصة كويسة جدا الواحد يعني قاعد معا أنا حقوق وفتح المجال للأسازة والأسازات الموجودين في الجلسة هنا للأسئلة هعمل ميوت للمايك للجميع رجاء الماذا يتكلم عمل ميوت لنفسه من عنده لو فيه جنبك أطفال ولا كده رجاء يعني ينتبه لو في زلداء يتكلم مكين فاعده ولا المايكات هم دي وفتوح عند الجميع فالواحد يقدم نفسه يوري نفسه ومنوعه وتفضل بالمداخل الداخل هاي مداخل هنا دكتور محمد حسن طهر ميكو بيت الطيب جواب الشارقة هم ببكر إن شاء الله عندهم ويبنار فيه أي سؤال من هنا من داخل الجلسة طيب أنا عندي سؤال سريع فيه زاهرة اسمها همار النوم همار النوم دي شنو همار النوم دي شنو ممكن تديني أشريح أكتر شوية عنا همار النوم دي الزور بتدقى نايم جنبك يعني إحنا شوفناه غايته في عدد من ناس إحنا لفين الداخليات في آسيا وكوين وكوين همار النوم دي بيقوم بيتكلم ومتحرك ومشيفتحد أو ده كله نايم أيها طيب دي بتحصل اللي هي due to loss of inhibition يعني زي ما قلنا أن الواحد بأثناء النوم مفروض أنه الجسم يعمل disconnexion للبراين من من the rest of the body عشان ما يتحرك أثناء الأحلام وكده عن طريق ميكانيزم بتجي من البازل فوربراين والحطة بتاعت الدين كفالون والبراين السم بتنزل لي فعندما تكون في مشكلة في الميكانيزم دي اللي بيحصل أنه الواحد ما بيكون عنده الانهيبشن ده فبالتالي تلقاهه يتكلم لانه ممكن يقوم أنا عندي واحد صاحبيه تذكر من نيام السعودية صحة وفتح الباب وطلع ونزل وكان بتكلم أنه داري يشتري لبان بودرة لحد ما نزل تحت وهناي يعني فكلها من الحاجات التي تحصل بسبب لأنه الانهيبشن ده بقواقف طيب في شغال هنا كبير كانجا أو كبير في إنه الشفاع يقول لك يعمل المدرسة بيقوم مداخرين يجي الويكيند تلقاهوا يقوموا بقدري يقنبروا دي في أي شرح لها الأطفال تحديدا طيب الحتة دي بتدخل فيها عوامل نفسية يعني زينكم لحظة الواحد يغير موقع وكداش يجي جنبا شاحن دي عندها بعض التفسيرات النفسية دي عندها طيب التفسير الأول لها حاجة اسمها اللي تكلمنا عنها اللي هي الموندي مورنينج بلوز أول الاكتئاب البجي بداية الأسبوع لأنه الواحد بيكون ماشي بسليب باترن معين فبالتالي بعد ذلك فجأة كان يتغير اللي هما عبداية الأسبوع على نهاية الأسبوع الواحد بيكون أخذ كفايته من النوم لكن هناك المسافة التحنس الشفاع يرقدوا ينوموا وتصحيون في وقت بدري والكلام ده كله فبتخليهم إلى حد ما ما أخذوا كفاية من النوم وبالتالي بيكونوا نعسانين باقي اليوم في نهاية الأسبوع عارفين أنه هما حينوموا كتير فبالتالي يكونوا مشيطين خلال اليوم لأنه لما يرقدوا ينوموا وما في زر حيصحيهم من غير أي مشاكل ديل حيتالولا الحتة تانية برضو فيها عامل نفسي مهم جدا يعني أنت الواحد ما عاشي الدوام ما عاشي المدرسة ما عاشي الجامعة ما حيكون داك المتحمس ما زي نما نكون نهاية الأسبوع يكون مقصود وخميسك لو تبقى قميسك زي مبغول وكلام ده ما معتك كانت بير سمعتك وطا أيوه بس نعم ما مداخلة من الناس الموجودين هنا؟ أنا شايف كان في كمية بتاعت رسائل جات في الشات لكن ما اللي حكت أنه أقراها ممكن أنا ممكن بيقول لكن في مشكلة في الانيشيشان بتاع النوم دي مداخلة من هشام عبدالعزيز وطبغة طيب الانيشيشان بتاع الالسليب عموما هو نوع من أنواع الإنصومنيا which is very common زي ما أكلمنا الواحد بيكون راجد ما بيقدر ينوم بالساهل very common الحل الأبسط والأسلم والأسرع دائما هو lifestyle modification لو مسكته خلال اليوم حتلاقي عنده كمية بتاع الحاجات يعني خلال اليوم ممكن تكون ما مناسبة معها أهمها أهمها أنه ما عنده موعد معينة ينوم فيها ويصحى فيها ثابتة خلال كل الأسبوع بما فيه نهاية الأسبوع دي حاجة الحاجة الثانية انتقل كافيين هذا انتقل كافيين بيؤدي لكل مشاكل بيقى بالانصومنية يعني تحصل أكثر شيء من الناس تقول لك فينا الجبنة هذي يقول لك الجبنة ماذا عاتوا يعني ما أنا ممكن نشرب الجبنة بأيجاي وارقود نوم لكن حتلاقي أنه عنده مشاكل بتاعت نوم بشكل ما أو بآخر فدي كلها مشاكل قاعدة تحصل يعني الليه الموديفكيشن بتاع اللايف ستايل ده حل اللايف ستايل ده الحل الأسلام دائما برضو الحتة بتاعتها الإكسرسايز الناس بتهمي لإكسرسايز أسي بالذات كمام مع الحجر المنزلي بيلاقي أنه الواحد بيكون قاعد ما متحرك ما بيطلع بيعمل أي حاجة فبالتالي بيكون عنده أصلا مشكلة في النوم لأنه بيزيك ما تيعب خلال أي فلازم الواحد دي يعني يطلع يحاول يعمل رياضة يتمشي يمشي بعيد المهم يحاول يحرق جسمه بحسنه إلى حد ما يدخل جسمه في سترس شوية عشان عندما يأتي وقت النوم الجسم يكون دائر ينوم يعني لو كان هو مرتاح باقي اليوم ما حينوم بكل بصفة طي في صفاة هنا بتزهر بكل الظاهرة التحدث أصناع النوم أيوه التحدث برضو أصناع النوم هي زي ما قلنا التحدث من الانهيبشن بتاع السيركيات الجاية لان الربد اي موفمين بتاعلي يكون داخل في الربد اي موفمين وما عنده انهيبشن فبالتالي بادي يتكلم أو يتكلم عديل بدل ما يتكلم في الحلوم يكون متكلم عديل عفوه أنا ما سعمع الميكروفون بتاعك واقف اوكي أنا وقفتوا عيد أحمد كسامبر بيقول إنه في تطبيق بتاع موبايل ممكن نزول بيعتمد في الحركات مع النوم وبصحيك بتديك رينك معين خلال النوم لما تضبط المنبي عليه بيزمم محدد بيقدمه بآخر دقائق لما تصحيك بتكون في كامل نشابك في حاجة زي ذي فيه أبليكيشن زي ما سمعت بيها انه يعني يتزبط بيها نومك لانه بتكون متابعة السليب سايكل بتاعتك فبتحاول انه تديك المنبيه ما انما انت في ستايت فور لما تكون خلاص على الربد اي موفمين او في ستايت وان بحيث انك انت انما تصحي في الستايت زي بتكون متاح لكن لو صحيك في ستايت فور دائما بتكون سعبي بتكون انت في نومة عميقة وانت في ستايت فبتكون ما قادر تستطيع مع الحاصشين بالضبط او الحاجة الحاصش منها ففي بعض الابليكيشن زي ذي ما متأكس صراحة انه اذا كانت هي فعلا بتقدر تزبط او لا انا لست متأكس يعني انا لانه نزع الوان نشوف الابليكيشن دياته القاز وهو بالضبط جزة الأسنان لدب الأطفال أسنان نوم دي ما ما فيمتاع فيمتاع اي تذي شينو هفون جزة الأسنان لدب الأطفال أسنان أسنان نوم أن الطفل الأسنان ما بينهم يكون بعض في أسنان ومسلا أو كده الصاحر اذا انا بذكر شفتها عند عدلت يعني يقوم بيخدوا لهم حاجة هنا ده عساس انه ما يأزوا هناك يكون بلاستيكتين بيتلاق ايو ايو هي برضو نفس الحاجة هي برضو يعني ما بيحلم وبالتالي بيحري وهما مفروض يكون بيتحرك يعني الحركة الوحيدة تقريبا خلال اليوم اللي هي بتكون طبيعية اللي هي الحاجة بتاعت التقليب يعني الواحد بسبب لما يكون على فوزيشن معين لفترة معينة وحاجة دي عالة بتحصل من الاسباين الكورد يعني حتى انتصل البرين خوض يكون يحولك مثلا على جيها تانية ويعمل موديفكيشن في الفوزيشن باعتك على اساس انه الواحد يكون ماخد راحته خلال انهم وما يضغط على حتة معينة دي فترة طويلة طيب في سؤال برضو عن الكوابيس يعني جاك كابوس وكتمت فيك و الوحيد تقوم تجري وما قادر تجري وكده ما عند فكرة الحقيقة دي كيف انها يفترض تتفسر علميا طيب الكوابس عموما هي نوع من انواع الاحلام وهي برضو عندها كمية بتاعت اسباب منها ما يردع للنفس يعني الواحد وخلال خلال اليوم والكلام الزي ده طبعا عندنا التفسيرات الدينية يعني نصدق بما جاء به الرسول عليه السلام ولكن يعني بالخلال الحالة اللي نعرفها هي برضو بعض الناس في النهاية ممكن تحصل لأي سبب من الأسباب بتجيب الأحلام اللي هي لحد يوم الليلة ما معروفة عموما عموما في كمية بتاعت ناس ما بسيطة بيعرفوا ان هم بحلم يعني الواحد بيكون راقد وبيحلم وهو عارف انه بحلم فبالتالي بمجرد ما الحلم بيقى ما زابط ما ماشي تمام بيقول شنو ثلاثة اثنين واحد بصح يروح قاد تحصل كتير أنا شخصيا على النفسي أنا واحد من النزل نوعية يعني ففي ناس كذا من النوعية يفي أي تفسير للمسر بتاعت الاحلام نوعية شنو بيعتمد على نور بتاعك في اليوم إذا ما صلا طبيب تقوم أحلامك كله تيبي عملية وما عارفه لو كنت بتاع حوادث قوم بحوادث حيا زيدي هلا علاقة ولا طيب طيب هي طبعا هي لها علاقة بالذكريات يعني أن أصنع الحلم بيحصل للمناطق بتاع الدماغ اللي لها علاقة بالذكريات يعني بغض النظر ذكرياتك حسنو ممكن تجيك في أحلامك والمناطق اللي لها علاقة بالليمبك فورميشن أو اللي هي المناطق بتاع الدهاز الحوري أو الدهاز المسؤول من العواطف والأموشن لأنك تجيك في أحلامك ففي تاريزة أنت عندك مشاكل خلال اليوم وكتبعين خلال اليوم تستطيع أن تجيك في أحلامك لكي نصل حاجاتك لكن الموضوع ليس مستخدمة لحدي يوم الليلى لحدي ياسي ما قادرين نفهم كيف الأحلام بالزبط بتحصل شكل الحلم ده زات وكيدا بييجي كيف لحدي يوم الليلى الحاجة ليما فهم لأن الأحلام بعض مرارا في تكون أبيض وصفت بأماراتكم ملون 3D 4D كله يعني جائز حقيقة وعموما كده هي معظم الأحلام ما بتكون يعني بتختلف حسب الطبيع بتاع الزعل وكده لكن العموما كده بتلاحظ أنه الحركة في الأحلام سريعة عادة نقدر تلقى الأحلام تكون بطيئة أو كده يعني عادة بيكون فيها حاجة أو فيها أكشي ماشي أو فيها حاجة ماشي من القواعد اللي برضو اللي لازم للناس تعارفهم ما ممكن تحلم بيزول إنتم عشفته حليمت بيزول أعرف أنك إنتم عشفته حتى لو لمحته كده ساي حتى لو إنتم عجال خبره في النهاية إنتم عشفته في وقت ما وفي مرحلة ما من حياتك فطالما أنت حلمت بيزول إنتم عشفته يبقى في ناس بيشوفوا الرؤية شوفوا الرسوع عليه السلام وسلم دي لن أقول التفسير العلمي بالنسبة لها ممكن يكون شلم طبعا في ناس برضو بيجيوهم أحلام يعني بتلقل واحد يقوم الصباح يكون شعف له أي حلم وحصلت له حاجات فسيولوجية وكده دي مرضو تفسيره ما معروف بالنسبة للناس ما فيهم بتاك أقول يعني مثلا الزول بيحتلم ما معروف إنه يعني يعني شنو كان رابط الأمور دي مع بعض الزول يقول لك والله أنا أكلتها مثلا أكل دا سيمور اللي أنا كنت تعبان شديد يعني الحالات بتاعتها بتختلف من زول لزول هي طبعا نعم بتختلف من زول لزول لكن هي بيزك اللي لاها علاقة بالسيتيواشن بتاع الواحد نفسه لاها علاقة بالهرمون بتاعت الواحد نفسه هل هو إيموشنالي لاقي ساتيسفاكشن أو نوت هل لاقي أي ساتيسفاكشن أو نوت فبالتالي دي بتساهم في أن الواحد أنه تجد اللي هيدا نقول عليها الوايد تريمز أو نوت فدي من الحاجات المهمة فيها يعني تماما في سؤال من دكتور هل في رب بين القيلولة عندنا في حد السرعة والسلام قيلوا بأن الشياطين لا تقيل وبين النوم المنتظم في الليل طيب الحت بتاعت القيلولة طبعا دي من المواضيع كنت دار تكلم عنها في أول المحاضرة وننسيتها نحن النوم بتاعنا الحديث ده ما زي النوم الزمان حد قبل مئتين سنة بالمناسبة الإنسان قديما يعني متعود أنه النوم بتاعه ما يكون نوم واحد فباللاقي أنه الناس زمان كانت بتنوم من الغروب بالشمس لحد ينصر ليل تقريبا بعد ذلك بتصحى لحد قبل الفجر بشوية تاخد نومة تانية لحد الشمس ما تطلع بعد ذلك بسحوا وبينوم فبسحوا لحد الظهر يكون الشغل والكلام بكله لحد الظهر بياخدوا قيلولة بنوم وثاني وكده فبلاحظ أنه النوم مقسم إلى ترادة ده دلشيه الكامل سائد في البشرية في هذا الوقت ده كله بيزي طبعا كمية بتاع النظريات إنه الإنسان قديما ما قاعد في المجتمعات وبالتالي بيصيد وبيطلع وما بعد الشنوفة وبالتالي ما لازم يكون نايم دي فترة طويلة وكده يعني تحديدا الناب لقوا أنه الناب يعني مهمة جدا في تنظيم النوم يعني إذا عندك ناب معينة لكن ما تكون كثيرة يعني حالي كده بتعطت نصف ساعي إلى ساعبي كثير في الفترة اللي هي ما بين في الفترة بتعطت الظهر ما بين الساعة 12 إلى الساعة 4 كده فبتكون مريحة جدا للجسم بتساهم في أنه التعب أو الإرحاق اللي كان خلال اليوم أو الإنفورميشن اللي كان خلال اليوم برضو بتتنظم بطريقة أفضل وبتسهل لك الجزء الثاني الباقي من اليوم نحن سأنه الواحد يكون قادر ينظم وقته خلال الجزء الباقي من اليوم بس مشينو ما تكون طويلة لأنه بمجرد ما النابقة طويلة بلاحظ أنه بتدمر لك باقي اليوم كله وهذا في النقطة بتاع تدنوي عليك ما تصاحب مين تنايم بالعصر ممكن تحاول حيني تدنوي ما ممكن تتكون نايم لك 3-4 ساعات بالعصر ودهج تدنوي بالليل حسنا طيب دكتور عايشة عايشة متوكل هي أستاذك بقولك بلدن اكسلن انت بابعوا بأكتشر انت بجميعني جمعاً بجميع الله انت بجميعنا انا فخور حقيقة انها هي الدربة ستني كان في السنة الاولى دكتور عايشة ومن الناس اللي أعتزب فعلاً بأنه حقيقة هي من الناس اللي ساهموا في التوجه بتاعي الالميوروسائي هي فعلا من الناس اللي ساهم في الحتة دي بشكل اكتف انا كنت بسألة زكرت تبديها في المحاضرة بسألة من الحاجات التاليفة فيها وكده يعني فخور جدا بان هي وستعستي وان هي درسة نية وان شاء الله بتواصل معها بإذن الله يتعالى يعني ان شاء الله الله يدك صح الله طيب لو ما في اي سؤال تاني ولا كده انا احنا تقريبا ثلاثة دقائق ساعتين اللي ثلاثة دقائق بالضبط فلو ما في اي سؤال تاني ولا ملاحظة قال لك النوم بيتغير مع تغير السن محمد داني ايوة ايوة نعم النوم بتغير مع تغير السن لانه لاحظنا انه الاطفال بنوموا حوالي 16 ساعة في اليوم والناس الكبار بنوموا نوم متقطع الناس الكبار فوق ال 60 سنة فوق ال 70 سنة بتلاقي انه نوموا متقطع يعني بالليل ما بنوموا طوالي وتلاقيهم بنوموا في النهار اكتر يعني لو الانزك زول كبير كده بتلاقي انه ينوم بالنهار اكتر او قدش زينا دي حاجة طبيعية خالص فبتحصل خلال اليوم لانه الدماغ بايزيك اللي بتغير مع العمر فبتلاقي انه حاجات بتاعتها المسليف وكده ما بتكون نفس الحاجة يعني حسنا حسنا تفسير قال لك الحلم اللي بتكرر بي تفاصيله كل مره لفترة طويلة دي عشوك طيب دي من من الحاجات البري انتريسي اللي انا في نفسي برضو دائر ليها تفسير تلاقي انه النفس الحلم يتكرر كم مره او نيورو سيئسي ممكن انتو تؤثر لحاجة او موقف او حاجة نفسية دي عشوك حاجة نفسية معينة تتكرر او حاجة نفسية عندها اثر على الواحد فبالتالي الاثر بتاعها كان شديد فبالتالي هي سيجنيفكا بالنسبة له فبالتالي تتكرر اثناء النوم دي عشوك دي عشوك لكن ليه الله علم ما متأكدين بالصفة انه يكون السبب شوك تمام نشوف اخر حاجة هل فيزول هين في الجلسة عنده مداخلة او كده هذا الخضر مكتور محمد ما فيزول عنده مداخلة او حاجة تمام دكتور احنا يعني سعيدين جدا 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 بصراحة انه الليلة قعدنا وسبعنا منك وتعلمنا منك شباب المشرفي في ميوت الباحتين السودان احنا فخورين بيكم جدا وان شاء الله في يوم من الايام كده حريجي نقول يا اخي ده احمد الليلة احمد دكور احمد اي متوقع انك ان شاء الله حتى يعني بشغفك وبحماسك وبحثك كده حتصل لمراتب بعيدة ان شاء الله احنا فخورين بيكم وردي ان شاء الله ربا يوفقك وليجلسة تانية ان شاء الله من جلسات مجموعة البحثين السودانين الله يديك العافية بكرا ان شاء الله حيكون عندنا جلسة مهمة جدا 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 مع دكتور محمد حسن محمد الحسن حول اللي هو عمل المقررات في يعني خلال جائحة كورونا بناء وتطوير المناهج في تعليم المهنة الصحية في احد كورونا وانا بعد كورونا بكرا ان شاء الله الاثنين واحد يونيوب ساعة تزع مسان فانشوفكم لحد بكرا ان شاء الله ديكم والعافية ان شاء الله